السلام عليكم. ازاك يا شباب? عباركوا ايه? ربكم ام صحة كويسة وفي احسن حال ان شاء الله. هنبدأ بازن الله يعني دلوقتي حالا الشغل بتاعنا بتاع شغل اه ريفيجن. احنا النهاردة جماعة بنعمل يعني اعتبر عامة شوية. هو اه هركز على بس هنحل اسئلة في اماكن مختلفة. مش بس. هنشتغل اكتر من طب النهاردة هنشتغل ايه? هنواجه على المقام كده سيكس سريعا. واللمقام سيكس كان بيبدأ بماجنتيك فلاكس دينستي. والماجنتيك فلاكس دينستي حوالين تلات حاجات مختلفة. سريت واير وسيركلر كويل وسيلون وايد. المراجعة فيها تكون سريعة شوية عشان نعرف نوفر وقت اكبر للحل الاسئلة. اه فانا افكرك برضو عشان لو انت لسه مش فاكر او حاجة واقعة منك تفتكرها معي. اولا اي ماجنت في الدنيا حوالي منطقة اسمها او هنسميها اي ماجنت حوالي منطقة اسمها ماجنتيك فلاكس. مهما كان شكل اي شكل معينة. ممكن الماجنت يكون حاجة اسمها بار ماجنت او الماجنت الطويل ده. ممكن يبقى ممكن يبقى فيه اشكال مختلفة من الماجنيت. حوالية المنطقة اسمها ماجنيتك فيلد. بيبقى لي خطوط معينة كده. والخطوط دي اللي هي بنسميها بتعبر على بتاعت الماجنيتك فيلد جاي منين وراح فين. ودايما هو برا الماجنيت جاي من النورس بول وراح للساوث بول. فالاتجات كلها هتبقى دايما من النورس للساوث طالما ده ماجنيت. لكن لو انت جوا الماجنيت جوا الماجنيت العكس هتبقى دي حاجة اساسية بتاعتنا. وقلنا ان عدد الخطوط دي هنسميها فايل يبقى الفايل دي لما هتعامل معها هتعامل معها كنمبر اوف ماجنيتك فلاكس لاين. خلال بالك يا جماعة هتبقى عبارة عن ايه قلنا نمبر اوف ماجنيتك فلاكس ايه فلاكس لاين. ده عدد. والعدد ده هتقاسب يونت اسمها ويبر ما تنساش. نمبر اوف ماجنيتك ماجنيتك فلاكس. خلاص ده عدد. وده اليونت بتاعته يا شباب هتكون حاجة اسمها ويبر. ده الجزء الاولاني من الشغل بتاعه. طيب لو انا عايز اعرف كسافة مكان او زحمة ايه ماجنيتك فلاكس دينيسي بنستخدم حاجة اسمها بيه. يبقى ليه ماجنيتك فلاكس دينيسي هو عبارة عن فاي اوفر اريا. فاي يعني نمبر اوف ماجنيتك فلاكس اوفر يونت اوف اريا. وده القون الاساسي بتاع الايه الماجنيتك فلاكس لاين واليونت بتاعته هتبقى عبارة عن تيسلا او ينفع نسميها ويبر ديفاديد متر سكوير عشان لفوق ده ويبر ولتحت متر سكوير. دي كانت حتة كده ايه في اول دين لازم نفتكرها سريعا. طب ماجنيتك فلاكس دينيسي ممكن نعبار عنها في تلات حاجات زي ما انتفقنا. ممكن تبقى في سريعا كده عشان ما نضيعش وقت كبير. لاني ورقة دي ملخصة كل اللي احنا عايزين نقوله. اولا لازم تعرف ايه في الماجنيتك فلاكس كل حالة. لازم تعرف تلات حاجات. اول حاجة تعرف شكل الماجنيتك فلاكس ادي ايه شكله وهو عامل ازاي. وتعرف كمان ازاي بتاعته وبعد ما تعرف الفاليو تعرف بتاعتة بتاعت ال مش orangة فلاكس. اعنى انت محتاج محتاج ومحتاج محتاج ومحتاج كمان تعرف ايه هو شكله عامل ازاي. يعني مسلاً الماجنيتك فلاكس دينيسي لو عندك اي سلك استريت واعدل على طول اول ما يبقى عندكTO او شكلها اى ما شكلها تبقى سيركل. يعنى الخطوط اللي انا باقل عليها دي دي سيركل دي الماجねتك ايه فلاكس طب اتجاهها بيمشي ازاي? انتجاهها بيمشي عن طريق ترفع لك Being وتخلي كل صبعك ماشي معه. تخلي صبع واحد اللي وقة ثنب ماشى مع تجاه تجاه الكرانت يبقى الباقي كله تجاه لباقي كله لباقي كمان طب غير الاتجاه بيهمني حاجة كمان وهما كي يسميها ايه يا شباب بيسموها آآ بيسموها color, color color and color. segúnها اسمه ميو اi أور تو bi D. ميو اي ؟ ايه يا شباب? هي دي. طيب. اه ادي هنا اللي هي الديستنس. الديستنس من مين لفين يا شباب? الديستنس من النقطة اللي بتقيس عندها لحد السنتر بتاع الواير لو الواير ده ثيك واير وسلك تخين وجاب لك الريدياس بتاعته هتجيب من اول السنتر. اللي هي المسافة دي يا شباب اتقل لكم عليها بالزرق. الخط ده هي الديستنس. اشوف انا وايس فين? لحد السنتر بتاعت الواير اقدر اطلع عالديستنس عاملة زي. كده المانجيتك فلاكس دينيسي اساسة متاع سيت واير هيكون هو دي. طب من الميو? ده رقم سيبت ما تقلقش منه هيده لك لو انت محتاجه. وهو دايما في الاساس او في الاير بيبقى فور بايم متوبلاية تن بور نيكتف سبن. لو الميديم اتغيرت الرقم ده هيزيد. يعني الرقم ده بيزيد لو الميديم اتغيرت. اقل الرقم هو اللي موجود في في الاير او في الاساساس. طيب لو لو غيرنا غيرنا الشكل بدل ما هو خلناها على هاية سيركل. لو هو على هاية سيركل هيتكون برضه حوالي المانجيتك فلاكس. المانجيتك فلاكس بقى شبه ايه? خطوط المانجيتك فلاكس كلها على بعضها في بتشبه حاجة اسمها يعني هنا بقى شبه الشورت مانجيت. كانت عندك مانجيت صغير كده بنتعامل معاه. آآ لكن في لكن احنا مش بنحسب كل المانجيتك فلاكس. بنحسب مانجيتك فلاكس عند نقطة واحدة بس عند السنتر. يبقى في حالة السيركلار كويل ويكالكولير عند سنتر بس. ما عندش امكانية ولا قوانين اقدر احسبها لما جيتك فلاكس دينيسي في اي نقطة ثانية. مقدرش احسب هنا ولا هنا ولا هنا لازم احسبها عند سنتر بس طالما حالة سيركل او سيركلار كويل. طيب عشان كده القانون هيكون في ريديس. طالما في سيركل يبقى لازم هاشتعل بالريديس. القانون هيكون لنا شغل عاملة ازاي? هيبقى ميو ان اي او ايه المشكلة بقى مش في الفالي ولا القانون المشكلة دايما في الديريكشن. بص على الديريكشن وركز كده معي. بتخلي صابعة كلها اللي هم بقى ربع صابع مع اتجاه الكارنت. بيدك لي مين طبعا? صابعة كلها مع اتجاه الكارنت. هتلاقي صابعك لو نازلة كده هتلاقي داخل نحيتك. جاي نحيتك بيسميه اوت وورد. اوت وورد يعني طبع من بره. يبقى السيركلار كويل لو بيلف كده. لو بيلف اتجاه عكس الساعة. هيبقى المجينتك فلاكس دينيسي عبارة عن اوت وورد. اوت وورد يعني جاي من الورقة لعينك. لنحية عينك. طيب لو كان العكس. اه لو كان اتجاه العكس خلاص يبقى الكارنت برضو هيكون لو الكارنت العكس يبقى المجينتك فلاكس دينيسي عند السنتر هتكون العكس. واحنا بنتعامل بس عند سنتر خلي بالكم. اه طيب في بعض الحالات الحالات النذرة احتاجنا الان. ولقناش الان في السؤال. مين الان دي بقى? هي عدد اللفات اللي موجودة في السلك. طيب. لو العادة اللفات دي مش موجودة احتمال اللي احتاجها. اه لو احتمال مش موجودة ممكن تكون موجودة بطريقة تانية. بجيب طول السلك كله قبل ما يتلف. يبقى هتطلع لي عدد اللفات بتاعة الايه? بتاعة السيركلر كل ده. وده منطقي. انت بتجيب السلك كله على بعضه. وتقسمه على اللفة الوحدة. طول اللفة الوحدة يسميه السيركل اللي هو تو باي ار. فانت كده لما تعمل تأسيمة دي بتطلع عن لو هي مش موجودة في سؤال او احتاجتها بطريقة ما? طيب اه سيلونايد اخبار السيلونايد ايه? السيلونايد امره سهل برضو. هو عبارة عن سيركلر كويل بس المسافات اللي بينهم زادت. لما المسافات بينهم يعني بدا المهم اللي تقيم في بعض اسلاك لات اف بعض. لأ جبنا بقى الاسلاك باعدناها عند بعض بقى اتعاملة زي زي السبرينج او زي اسلاك التليفون الارضي كده. لا اسلاك التليفون الارضي دايما اسلاك لها بتحوالي نفسها. ده اسمه سيلونايد. في السيلونايد بطلوب من حقيقة تعرف برضو الماجينتك فين في نقطة واحدة بس. عند الخط اللي في النص ده. اللي هو الخط اللي بيوصل بين كل ده اسمه. بنحسب ماجينتك عشان يتحسب عند لازم اعرف ايه? اعرف وعايز اعرف قيمتها وشكلها. شكل الخطوط كلها على بعضها بتشبه الماجينت الطويل. يعني كأنك شغال مع بار ماجينت. في بعض الاسئلة على فكرة بيهتموا بالشكل. معينها حاجة تفهة يعني. يبلوء يشبه او البار ماجينت. السيركلا الكويل بتشبه يعني كأنها ماجينت صغير. طيب وبعدين عايز احسي ماجينتك فلاكس دينيسي. ماجينتس قديمة الخنوم بتاع ميو اي اوفر ال. فكي قلنا كلمة كده تلخصه كلمة مينيل. ميو اي ال اللي هي طيب في بعض الحلقات بقى يا بطل لو ال N مش موجودة تنتعامل معها زي اللي فاتت بالزط. بس في الغالب ما بت ايه ما بتكونش اللفة في القصة بتاعت السيركول اركويل اكتر من السيلونويد. السيلونويد الى حد ما الدنيا فيه واضحة. طيب من ال L هنا في القرون ده? ال L هنا لنث سيلونويد. طول السيلونويد بنقوم بتلف لحد ما خلصنا اللفة بتاعته. من اول لفة الاخر لفة. دي اسمها ال L اللي انت هتتحتاجها في القوانين. دي تجميئة كده سريعة كلنا شفناها قبل كده. بس يعني قلت يبقى التجميئة كده بطحة قدامك ومن غير مشاكل. طيب في بعض ملاحظات كده الصغيرة. هاعتبرها على عاية سؤال. خلي بالك من السؤال ده. مرة جيب سؤال سيركول كده من الحطرمة كبيرة. وجنبها سيركول كده زنطوطة. او في بعض الحالات بحطها جواها. يعني السيركول تاني جواها. بس انا خليها بعيدة عن بعض. وبعدين قال لك الكارنت اللي ماشي هنا. 2 امبير. والكارنت اللي ماشي هنا. 2 امبير برضو. بس كده؟ او بس ما عنديش معلومات تانية غير الرسمتين دول. والضايقة 2 امبير وده 2 امبير. مين اكبر في المجينتك فلاكس دينستي? هل نمبر ون? ولا نمبر تو? وليه? مين الاعلى في المجينتك فلاكس دينستي? هل اختار بي وان جريتر ذان بي تو? ولا بي تو جريتر ذان بي وان ولا ايه الحكاية بالزبط? يلا فكر يا بطل. فكر كده. طالب قال لي يا بيستر طبعا اكيد هتبقى نمبر تو. ايه دا ليه يا بيستر ما صغيرة هي? لا ما هوش بالحجم حضرتك. المجينتك فلاكس دينستي حطي لها القانون بتاعها ورايح نفسك. يعبارها عن ميو ان اي اوفر تو ار. ما جابليش الان يبقى في الغالب الان بان. اللي هي لفة واحدة. طلعه ما جابليش سريتة خلص. طب والاي الاي سابتة. والميو سابتة. يبقى اللي اختلاف الوحيد هو الريدياس. الريدياس الاقل بتديدنا مجينتك فلاكس دينستي اعلى. لانهم في الحالة دي. يبقى مجينتك فلاكس دينستي بتاعة تو جريتة ذيان مجينتك فلاكس دينستي بتاعة وان وانت شغال. طيب. كان في اسئلة كتيرة جدا في افكار دي ما عرفش السؤال ده. كنا حلنا قبل كده ولا? السؤال ده يا جماعة حلنا قبل كده. بصوا عليه كده. هكتب بس الحال النهائي. يعني انت حتى لو واحد ما حضرش معنا او حاجة. يبقى عارف ان الاجابة بتاعته هتبقى بي. ان بور تو مجينتك فلاكس دينستي. وقلنا الاسئلة لسؤال ده كيف الامتحان في الامتحان سبعتاشر ده كان حتى ماناك سنة تالتة بس عندهم يعني حتة منقررة عليكم. طيب انا الوقتي لو اتعاملت مع مجينتك فلاكس دينستي وخلصت القصة بتاعتها. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني? بص يا بطل كده مشاكل من نوع كده ممكن تكون هي مش غريبة هي بص ايه متوقعة كده. آآ يجيب لك مسلا سيركلر كويل. يبقى سيركل. بيجيب لك وان سيركل او هو لفة واحدة. يبقى الان هنا بوان. وممكن يجيب لك ايه الاتجاه الكارن بتاعه ماشي الاتجاه ده. ده الكارن. حلو جدا. اتجاه الكارن ده شباب بيلفي كده بيلفي كده بيلفي كده. لو انا عايز ويره يطلعلي ماديتك فلاكس ايهyan zero at the center تخلي بالك ان لازم الواير ده طالما ان تتوش. لو احنا نعمله كده انتو انا ان تبقى عارف ان اللحزة التلامس هنا لازم اتجاه الكارن لالواير هيبقى عاكس اتجاه الكارن للماتجاتك فلاكس دينستي ليه عشان يخلي senTER اي Gecencio يبقى لو عايزين ايه؟ لو عايزين今年 zero at the center. يبقى حاض recorderك بس تبقى عارف شوية معلومات. اول معلومة تبقى عارفها ان اتجاه لو كانت اتجاه في الاتجاه ده ان ده اسمه هيجي عند اللحظة دي هيبقى اتجاه عبورد هيبقى طلع لفوق. يبقى انا محتاج السلك ده يكون نازل لتحت. فاتجاه الكون هنا ليكون عشان يكنسلوا بعد ويطلعوا طوطة لازم في اللحظة دي يكنسلوا بعد. اشمعنا? لان هو بقى ده المحاصلة بتاعة لما يلف كده هيبقى النقطة دي. بالنسبة لسيركولار جربها كده بقى دي كلمين بأمبير رايت هاند رولي. اما الجنب ده اما السلك السلك نفسه هتبقى الجنب ده هيبقى ان وورد. احنا عايزين ان وورد واوت وورد عشان التوتل هيطلع زيرو عشان يبقى فده بيحصل امتى? بتلف انت السيركل تبقى تلف مع السيركل تلف مع السيركل تيجي عند نقطة التلامس دي. تلاقي السيركل تطلع لفوق يبقى لازم يبقى نازل لتحت عشان يكنسلوا بعد او يبقى التوتل ايكول زيرو. طب ايه معلومة تانية. المعلومة تانية انك في قانون كده بيربط الاتنين دل مع بعض في حالة التوتش. في حالة هما لابسين بعض هما الاتنين. لان الريديوس في الحالة دي هتبقى ايكول ديستانس. وحالينا سؤال عليها لو فاكرين وكانسلنا الاربعة دي عشان يبقى نفس الحالة. فلو قلنا بتاعت السيرك بتاعت الواير. او نبدأ بسيركل كده الاول. بتاعت السيركل كويل هتبقى ايكولز بتاعت الواير. لما ديجت فك دي هتلاقي ميو. والمفروض ن اي. اوبر تو ار. بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت الكويل. انا شغل على الكويل هنا على الشمال. وعال يمين بقى بتاعت الواير. فالبص ايكرا معي ميو اي اي بتاعت مين؟ بتاعت السيلك نفس الواير. اوبر توب اي دي. تلاحظ ايه بطلب? هتلاحز ان الميو هتتكونسل مع النيو. طبعا صوري هنا مفيش ان يا شباب. هي ميو اي على طول. اي. آآ ميو اي هتكانسل الميو مع الميو. وهتكانسل التو ار مع التو والدي لان الار هي الدي. والان دي لو ما جابش سريته هتبقى بان برضو. يعني انا في الاخرى عايز اوصل لقانون مهم ان الاي بتاعت الكويل الاي اللي موجودة في الكارنت يعني اللي هتتحرك في الكويل. هتبقى اي بتاعت الواير. ديفايد باي. ديفايد باي. هي البي بي كام يا شباب. البي بي كام يا رجالة. مش هتعرف البي دي اصلا. اللي هو ثري. بوينت فورتين. انت عارف ده معنى ايه? معناه ان الاي بتاعت الواير اكبر من الاي بتاعت الكويل تقريبا بتلات مرات وحدة. تلات مرات وحدة. لانة كيف هيجلمك تكتب كده? لو عملت كnaireس ما حتفهمها. هتلاقي الاي بتاعت الواير. اكولس ثري بوينت فورتين.ório قائل.ceksin بتاعت الكويل بتلات مرات وحدة. ثري بوينت فورتين تلات اضعاف تقريبا ماشيه? طيب واحد قال لي يا بيستر هي مين قال لي ان الدي هي اي كولس ار ما انت بتحسب مجددك فلاكس ديني سيقات ايه خلي بالك ادى سنت انا وقف عند السنتر هنا فالمسافة باي وبين السلك هي الريدياس عشان كده كان سيلت الار مع الدي واضح كده عشان حد كان بيس قال دلوقتي اه فيكون الدوني واضح عليك من غير مشكلة ماشي يا شباب طيب اه كمان وانت شغال تخلي بالك بقى من موضوع الفورس موضوع سكرود ازني ثموها سكرود درايفر سكرود درايفر دي عاملة زي الايه مش عارف انت ع في الميكانيكس حاجة اسمها عارفين المصمار البورما مصمار بورما مصمار بيخش في الخشم كده وتربوته وتلفه وتربوته روح داخل جواء الخشم فدي سريعا كده لو انت فاهم لو انت عايز تفهمها بالطريقة دي لو انت عندك سيركلار كويل وجايب لي اتجاه الكارنت كده ده الكارنت وعايز اعرف انا عند السنتر المانجيتك فلاكس هتبقى ان ورد ولا اوت ورد طريقة تانية بدل ما استخدم طريقة تانية بدل ما استخدم اه فليمينج اه رايت هاند رول ماشي اه او سوري بد كده ما استخدم اه امبير رايت هاندرول هستخدم حاجة ثانية خلص هستخدم حاجة سماس كرو درايفر هتخيل معي كأن انا حطت في النص هنا مصمار وباليفه في الاتجاه ده لو انت يعني الناس بتفهم في فك المصامير عارف لو باليف كده المصمار بيتربت بروح داخل جواء الخشم بيبقى فالنقطة دي كده هتبقى اين ورد بطريقة الربط كيانك بتربط مصمار العكس بقى يا بطل لو انت عندك العكس الكرنت ماشي في اتجاه عكسي اللي هو الشكل ده هتبقى النقطة في النص دي كيانك بتفك المصمار لو بتفك هيتحرك لبره هيتطلع عن ايحة وشك فبنسميه اوت ايه اوتورد واضح كده ده كده باختصار الايه الجزء بتاع الحاجة اسمها السكرو درايفر يمكن احنا كنا هنقولها قبل كده بس انا ما قولتها ايش الناس تركز معي يا جماعة عشان انا باكد تاني انا مش هحل بس في اللي انا شغال في دلوقت انا هحل في كل الالكتريستي في كل اللي احنا اخدناه كده ان ايه بس هركز عن الجزء طبعا تاع النهاردة او بتاع يعني احنا ما حلناش عليه قبل كده احنا حليل مرة اللي فايت على شوية حاجات ستلاقيه ده على اسئلة في انتيني ممكن تبقى اه ممكن تكون اصحب شوية طيب بص رجالة مسلا سؤال زي ده ده سؤال جي في الامتحانات وبعض الطلبة ممكن توقع بتلخبطة فيه مع ان احنا والله شرحناه في مرة من مرات وقلنا ان المسألة دي اصلا شرح يعني هي مش مسألة تحلها ده دي جزء من الشرح لازم تفهمه لان مش هتعرف تحلها دايما بطريقة سريعة السؤال ده بقى بص يا بط لما تبص كده تلاقي هي تلاقي عندك اكتر من رجزيستانس وتلاقي فيه متوصل حوالي منه لما الفولت ميتر متوصل حوالي منه فتبص كده معايا قبل ما تعمل اي حاجة ولا تقرأ سؤال ولا توجع دماغك الفي اللي هي هي عشان تحسبها هي بارعا اي مطبلايد ار مشي اي ده قانون بتاعها قانون الفي هنا تبقى اي بطاعد ار لان القانون الفي بيتغير خلي بالك من مكان لمكان انت ينحق ومواصل حوالي اي تبقى اي ار طب الـ V اللي متوصله حواليا الباتري، لا ده قانون بتاعها مش IR أما اللي هي قانون خاص أيوان لها قانون خاص بيها تعالي اعمل V الـ V اللي دي بتحسب كده يا شبابا بتحسب VB اللي هي بتاعت الباتري minus IR Corp رسمول اللي هي internal resistance يبقى VB minus IR Corp خلاص كده اروح مبارا وSD كده ومبارا وSD لان عندي حالات كتيرة واحتمالات كتيرة طيب الـ current اللي ينا احسبها ازاي هي كمان لها قانون? اه لها قانون. الكاران ده هو الخارج من الباتاري. طب عرفت ازاي? ما هو الباتاري يا جماعة بطلع كارابا من هنا بس. كأن الكارابا مش بتتقسم خلي بالك لان الفولت ميتر المفروض ما بيقسمش الكاران. الكاران انت عندك هي دايرة واحدة بس هو مصعبها عليك في الرسمة. يعني الرسمة دي كان المفروض بيرسمها ازاي? لو هو يعني راجل طيب كان رسم السؤال كده كان عمل باتاري. مش هما واحدة ثلاثين مش هتفرق طبعا معنا. وبعدين يحط لك كده في اي حتة على جنب. ويحتلك هنا تاني اسمها ريوستات. ويحط لك اميتر. لو هو عايز يرسم رسمة سهلة المنطق كده والفه. وبعدين يروح موصل حوالي الريزيستنس دي ويسميها ويوصل حوالي الباتاري دي سواء فوق او تحت مش تفرق ويسميها كده شكلها اريح شوية من اللي فوق. معنى هي هي على فكرة. دي هي دي بالضبط. بس دي شكلها اريح. اريح على الطلبة تقدر تفهمها بسهولة. طيب انا عرفت الفي هت اس اي ار والفي بتاعت الباتاري في بي ماينتس اي ار امن الاي دي اجيبها منين. طالما الاي دي هي الخارجة من الباتاري. القيمة بتاعتها لها قانون ثابت اوعى تنساء. في بي. في بي يعني بتنشل باتاري. ديفايد ار توتل بلاس ار اسمول. ار توتل هي ار الكويفلنت اللي كل الدايرة. وزود عليها ايه الانترنة بتاعت السيركت. اللاصي. وعندنا ثلاث قوانين في الحتة الصغيرة دي المفروض هتعامل معاهم. انا اول حاجة هفكر فيها مين? اول حاجة تفكر فيها عشان ما تلاقبطش نفسك هي الكارنت. الاميتر. ايش معنى يا مستر? لانه هو المؤسر على الباقي. بص بقية القوانين كلها فيها اي. الفي هنا فيها اي. والفي هنا فيها اي. الفي هنا فيها اي. الفي هيزيد ولا هيقل. الحكاية بتاعت المسألة. اني بيقول لي ان الريزيستنس اللي اسمها اس دي هيزودها هيعملها انكريز. هيزود ريزيستنس. طبعا انت فاهم كويس جدا. رو مسك القانون ده راكز معايا. في ريزيستنس هتزيد. الكارنت هيحصل لها ايه? ها? لازم ده اول حاجة تفكر فيها الكارنت هيحصل لها ايه? طالما ريزيستنس زادت. الكارنت الرؤسية اللي خارجها يعمل ما هما يا شباب. يبقى لازم تقل. يبقى ما فافش اي مشكلة. ماشي? طيب. يبقى دلوقتي الكارنت ديها يحصل لها دي كريز. الكارنت هيحصل لها دي كريز. يبقى ريدنجوف اميتر هيحصل لها دي كريز. ادي اول معلومة توصلت لها وانا متأكد ان هي صح لانا ما عنديش اي اختلافات الانترن ريزيستنس بتاعت الباتري سابتة. والفي بي بتاعت الباتري سابتة. يبقى الار بس هي المؤثرة. الار دي قلت تزود. لو الار زادت تقلل ايه? تقلل الكارنت والعكس. طيب يبقى الكارنت هتقل. فين الكارنت هنا? الكارنت. يبقى هاختر حاجة فيها دي كريز. طيب هو اللي زينا جايب لي تلاتة دي كريز. يبقى واحدة من تلاتة هكون صح. هستبعد ده خلص. هستبعد اخر اختيار. وبعدها هبدأ بمين? هبدأ في الباقيين. ابدأ بالسهل ورايح نفسك. ابدأ بالفي وان. الفي وان كارنت ماتبلايد ار. طيب ما الكارنت دي برضو هي نفس الكارنت الرئاسية. والكارنت قلت. يبقى ال V1 هتقل. لان الار دي سبت. الار دي يا جماعة مش الاس الار دي سبت. ما تغيرتش. يبقى ال V1 هيحصلها زي الآي بالزلط. مش ال I قلت. يبقى ال V1 هتقل. فين ال V1? ال V1 هيحصلها دي كريز فين? اهي? يبقى دي. دي? او دي. يبقى كده هنستبعد كمان مين? هنستبعد الاجابة الثالثة. ماشا يا شباب? ايا ايه وبين بي. ناقص مين بقى بطل? ناقص نفكر في الفي. الفي بقى محيرة شوية. الفي دي محيرة شوية ليه? لان في بعض المسائل بيقولك consider the internal resistance equal zero. لو اعتبرت ان الر small equal zero. دي بقى ده كله هيضيع منك. هيتفضل ان الفي ثابت. ساعتها اختار ان الفي كونسانت. ده لو قل في السؤال واكد ان internal resistance equals zero. لان الطبيعي يكون فيه internal resistance. نقرى السؤال تاني كويس ونشوف هل فيه internal resistance ولا? عشان اتأثر معي في الاجابة. فوسط الكلام قالك ان البتاري عندها اي ام اف. اي ام اف يا جماعة اللي هي في بي. and internal resistance R. يبقى internal resistance لها وجود. ما هيش zero. يبقى لازم احطها في الحسابات. طب لما احطها في الحسابات اعمل ايه? بص معاها ببساطة. مش الاي لسه قالين ان هي هتقل. الكمية دي كلها هتقل. يبقى الكمية اللي هناك دي لازم تزيد. لان مجموحه ثابت. تاني يا يا جماعة. ال i are small هتقل. يبقى ال v. ال v اللي ما توصل لها حوال البتاري هتزيد. ايه اللي هيزودها? ما هو مجموحه ثابت. طب انا عرفت ازاي انا مجموحه ثابت. يا عم رتب الايكوشن دي لو انت لسه متلاغبت. ممكن اقول ان ال vb. وباره عن ايه? هوا دي هناك بالبوسط فباره عن v plus ir. لو انت عندك رقمين مجموحه ثابت. وشوية منهم قاله. رقم منهم قال. يبقى لازم اللي جنبه ده يزيد. لازم اللي غزبا عنه لازم يزيد. عشان المجموح يفضل ايه? يفضل ثابت ويفضل يبقى كده ال v هيحصل لها increase. يبقى كده الاجابة الصحيحة ان ال v increase يبقى كده الكل بينحاصر او بيتجمع في لتر ايه? يبقى كل الباقي ده عنده قلطات. الصح هتبقى ايه? السؤال ده يا جماعة ما هوش سؤال سهل او يخلي بالك. انا عارف بيوقع طلبة كتير. ليه بقى? لان ممكن يجيب لك نفس المسألة تاني. هي هي. بس يقول لك في السفوصة الكلام ان no internal resistance. لو قال لك no internal resistance. يبقى الاجابة دي هتختلف. مش تبقى الاجابة صح. ساعتنا كنت هختار تاني اختيار. كان هيبقى تاني اختيار ايه? تاني اختيار ساعتها. هيبقى ال v unchanged. لان ال v ساعتها هتبقى equal v b بس. مش هيبقى equal minus حاجة. عشان بتاعت سؤال الصغيرة دي. انا جماعة فيه حاجات كده اما طلبة ارقام تبقى سهلة. يعني انت مثلا لو انا قلت ايه? لو انا قلت ال 10 ده رقم سابت. هو عبارة عن 7 plus 3. ال 10 ده عبارة عن 7 plus 3. طب لو افترضنا ان 3 دي قلت. وبقت مثلا 1. وانا عايز ال 10 دي ما تتغيرش. يبقى انا كده منطقيا 7 دي عشان ال equation تطلع مزبوطة. لازم تتغير وتزيد. تبقى 9. يبقى لو قل الرقم ده ده هيزيد. العلاقة دي اسمها على فكرة decreasing relation. علاقة رقصية. ما يشي مش سرطة مش هالبولتميتر ده بيئيس يعني البولتج بقاء البتري اللي هي اخصان سرطة هي هي تين برضه? لا خالص. ده ده لا. ده مش بيئس كده بيئيس الفي بي ماينس الاي ار. امت باينس ايوان امت ايس الفي بي بس لو كان الاي بزيرو او الاي بزيرو. لو الاي بزيرو او الار بزيرو. ساعتها يقيس الاس المباشر. يعني بص يا جماعة هلوك على اكزامل برضو للفهم. اكزامل للفهم لو انت عندك باتاري. ركز كده معي. ومتوصل كده بريزيستنس. وهنا في سويتش. وعمل رح عمل لك الحركة دي. رح موصل لك هنا في المكان ده كده. ركز بقى معي. الفولتميتر هنا بيئر ايه? بالمنزر ده بالشكل ده. الفولتميتر هنا القانون بتاعه هيبقى وشكرا. ده ليه? ليه فين الباقي يا مستر? لاني الـ IR ضاعت. من اللي ضيحها? اللي ضيحها الـ Open Circuit اللي هنا. شايفين Open Circuit? يعني الـ Current اللي هنا 0. لان الـ Current دي هي الـ Current الخارجية. يعني الـ Current اللي خارجها من الباتاري. مفيش حاجة خارجها من الباتاري في الحالة دي. فساعتها كل ده ضاع معانا بقى بزيرو. فيبقى V equal VB في حالة الـ Open Circuit. يبقى امت بقى الـ V? equals VB. امتة? الـ V اللي بتوصلها حوالين الباتاري equals نفس القيمة بتاعت الباتاري مباشرة. ده لها حالتين. حالتين القتل من شوية. لو كان الـ Internal Resistance equal 0. او الـ Current الخارجية اللي خارجها من الباتاري الـ I كانت equals 0. اللي هي Open Circuit بنسميها Open Circuit. حالة Open Circuit تبقى VTRLVB. لكن هو في السؤال هنا لقيه مواضح جدا في السؤال ان هو قالك لا ده فيه Internal Resistance في السؤال فلازم تحطها في الحسابات بتاعتك. ماشي? طب نحل تاني عشان اصلا السؤال ده ممتد يعني فيس كستين لحد 18 نفس المسألة. فخلي بالك اللي جاي لسه تابعه. نحل تابع المسألة كلها. نحل 17 و 18 بالمرة ونشوف ايه المشكلة اللي فيه. ده سؤال برضو نفس تكملها يعني نفس الموضوع. فبيقولك عمل علاقة بين الـ Current اللي طالع من الـ Ameter وبين الـ V اللي متوصلها بالـ A. طالعا ما كتب V ما كتبش V1 يبقى الـ V بتاعت مين بتاعت اللي متوصلها حوالين الباتاري اللي هي دي يا جماعة. بيعمل العلاقة بين الـ I وبين الـ V. الـ I اللي هنا والـ V اللي هنا. فلا العلاقة بالمنظر ده. والله يعني لو حد زاكي شوية هم لاحظ اصلا ان هم عكس بعض. يعني الـ V لما هتزيد الـ Current هتقل وهكذا. طبعا. وده منطقي جدا اساسا يعني. طيب انا دلوقتي هعمل ايه? هو عايز من الـ Graph ده ايه. بقولك النقطة D دي هتكون مين? نقطة D هتكون مين? انا مش عارف. النقطة دي دي يا الكنين. فبصد كنا معيها هتعمل معك بقوانين اريح حاجة. هو هاصلا كل الـ X axis هنا الـ V. اروح كاتب الـ A T. ان الـ V equals VB minus الـ IR. صح كده? مش ده قانون بتاعنا بتاع الـ V اللي احنا اتفقنا عليه? الـ V اللي عندك في الرسمة هي عبارة عن VB minus IR. تمام. طيب عند النقطة دي. عند النقطة دي بيزات. في حاجة مختلفة? ايوة في حاجة مختلفة. في حاجة بزيرو. مين اللي بزيرو بقى? الـ I بزيرو. يبقى انا هقول لي نفسي كده. ات دي. عند الـ D بقى بالزات. الـ I equals zero. شيل الـ I بقى من القانون ده. هيبقى V equal VB. بس كده. VB اللي يمين. يبقى ليجابها تبقى بيه. خلاص? يبقى اجابة سهلة. اي مفهنش مشكلة. عند حد المفروض. خلاص? بس احنا جرت العادة في معظم مناهج حتى سنوية عامة او ستم. ان الجراف ما بيجيش كده. كان الجراف بيجي مقلوب. يعني كان دايما الجراف يجي لك ازاي? يجيب لك I هنا. والـ V هنا. ويرسل لك نفس الجراف. ويسألك على النقطة اللي فوق دي مين? فانت تبقى متخيل اعلى فولت. اعلى فولت عندك هو الفولت بتاع الباتري. الفولت بتاع المصدر هو اعلى فولت يا شباب. ماشي? آآ طيب واحد يقول لي يا ميستر تبوي السي. لا السي هنا ده مجرد قيمة كارنت لما الفيت تكون بزيرو. خيمة كارنت لما الفيت بزيرو. طب بتجي نجربها. بالمرة بقى اللي هو سأل على السي. قالك طب يلا هالله هالله هات لها مستر السي. بص يا بطن. خش عند السي. انت بتتعامل مع مين هنا المرودي بتتعامل مع كارنت. بس عنده حالة خاصة لما الفيت تكون بزيرو. خلاص ما تشتغل بنفس القنون ده ورايح نفسك. ما نفس القنون ده هيديك نفس الحالة. هقول كده انت عندك الاي ار آآ ايكوالس بص يا جماعة هجيب الاي ار مكان الاي مكان الفي. هي عبارة عن في بي مينس الفي. صح? الاي ار ايكوال في بي مينس الفي. طب الفي هنا بزيرو. يبقى ات بوينت سي عنده نقطة سي. انا عندي الفي بزيرو. لكن الاي طبعا لها قيمة. يبقى هنشيل ده من القنون. هيبقى عندك الاي ار ايكوالس في بي. انا عايز الاي بس. ساعتها الاي بطل. هتبقى عبارة عن بوتينشال ديفرنسو باتري. ديفايد انترنال ريزيستنس. ديفايد انترنال ريزيستنس. ماشي كده? دي من ضمن الاسئلة الشهيرة. خلاص? يبقى لو قالك سي عرفنا سي. قالك دي عرفت دي. طيب معلش سؤال كمان. ممكن اسألك على الرسمة دي وقالك طلع للا السلوب بتاع الجراف. سلوب اوف جراف. وانا با اكد تاني ان الجراف ده دايما كان بيكب المقلوب. يعني انا اعتقد اللي حط الامتحان اطلق بط. ورسم الجراف غلط. بس لو افترضنا ان هو رسم كده وعاز يطلع على السلوب نطلع على السلوب مع بعض. يعني هو ممكن يكون ايوان بدأ التناس تكتب الكومان صح. السلوب بتاع الجراف ده يطلع من هنا. بص يا رجالة. المفروض هو كو اوفيشانت اوف اكس اكسز. كو اوفيشانت اوف اكس اكسز. يعني الرقم اللي ما لايد الاكس اكسز. بس لازم ترتب الاكويجن. تخلي اي لوحدها كده بكل احترام. ممكن ناخد الاكويجن دي تمام ونشتغل بي. انا بص جماعة الاكويجن اللي انا ببراوز عليها دلوقتي دي نشتغل بي. هقول كده انا عندي اي ار ايكوالس في بي ماينس في. ليه بقى اعمل كده? انا عايز الاي اكسز يبقى لوحده. الاي اكسز اي. يبقى اسم كل دي على الار. هيبقى الاي ايكوالس. في بي ديفايد ار. ماينس. في اوفر ار. انا كده اسمت كل حاجة عن الار. تقول كده طلعت وقي اكسز اللي واحده. فين بقى السلوب؟ السلوب هاكد تاني. يعني ايه. يعني الحاجة data på alal x Point. طب老 x قد 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 قittب. مين هنا? المطوبوليد v؟ المطوبوليد v 1 over r. 1 over r. يبقى السلوب بتاع الجراف هنا 1 over r بس ايه. مش اي r. one over r. internal resistance.ahi r small. مش r capital. يعني the reciprocal of internal resistance. يبقى السلوب بتاع الجراف ده هادة راه سب منه الانتراف匀. لو قالي الستوب ده مسلا يبقى طلع هتقول يبقى انت تقدر تحسيبها بكزا طريقة. الغلطة بقى في الامتحان ده غلطة شهيرة السؤال اللي بعده قال له طلع بتاع الجراف ما كتبش اختيار صحيح. ده يا جماعة دي كانت غلطة السؤال ده كان غلط. واللي حاطة الامتحان اعترف وكلمنا ساعتها كان ساعتها عندنا حق ان احنا ما اعترض على الامتحان لان احنا ايام الامتحان ده كنا زمان بيخلوا المدرسين يشوف الامتحان الاول اللي راجوا عليه. فاحنا اعترضنا على بعض الاسئلة قلنا فيها اخطاء. فلما عرفوا كده بقى في زعل وقلق. اه حد بيسألني انسى يا فرق من الفي والفي بي. يا بطل. الفي بي ده الرقم المكتوب على الباتري اصلا. الرقم اللي مكتوب على الباتري. لما وصل الباتري دي بفولت ميتر. يبقى انا بقيس الفي بي مينس الاي ار. لو ما فيش اي او ما فيش انترنة ريزيستنس خلاص. يبقى ساعتها الفي هي نفس الفي بي. غير بتاع الجراف. هل هي غلط? هل هي طبعا غلط? هل هي برضو غلط? كان المفروض تبقى دي يعني اقرب حاجة للصح بس لازم يكتبقى بلها ايه? يعني اجابة دي ممكن تبقى صح بس عشان تبقى مقلوب الار مش الانترنة ريزيستنس نفسها. فيبقى ايه? او انترنة ريزيستنس دي كانت غلطة في الانتحان. تمام برافو عليك يا مازن صح كده. حد كان بيجاوبها صح معي. فيكتب ايه ريسيبرو كان مفيش مشاكل. فالصح هيكون والاخطاء دي وردة في اي حتة في الدنيا. ماشي? سؤال زي ده من الاسئلة برضو اللي جات في الامتحان. وبرضو عايزين نتعلمها هي نفس الايه? نفس القصة كده بالزبط. دي نفس القصة اللي فاتت. يا رب بقى تركز كده معي. ماشي? انا مش هحل السؤال مباشرة. انا عازك تفهم معي حاجة. لو انا حاطيت في النص هنا الفولتوميتر. ده وده. ده فولتوميتر. ها. حد يقولي. سيبك من السؤال. انا بتكلمها على الرسم اللي انا اسمها. الفولتوميتر ده في. هنا تبقى قيمته ايه? هل هقيمته في بي بس? ولا في بي ماينس اي ار? في الوضع ده. لو جابت باتاري. لو انت اشاريت بطارية من السواء ماركت وروح تموصلها عندك بفولتوميتر في البيت. هل هيبقى في بي بس? ولا لسه فيها حاجة كمان? هتبقى في بي only. ليه يا مستر? لان في الحالة دي انت ما عملتش سيركت. يا عملتش سيركت خارجية ما بش حاجة بتستهلك الكهربا. فكلمة مينس اي ار مش هتنفع معاك. لان الاي في الحالة دي كأنها بزيرو. ما استهلكتش كهربا في حاجة. ما عندكش سيركت خارجية. يبقى اللي فيه في الرسمة دي اي كوال في بي. خلاص? تمام كده? تمام. طيب اف ده انا بقى عملت لقاتي. روح موصل بقى معهم آآ لام. اللام بي طبعا دي من وراء. ودي من وراء. دي بتستهلك ولا مستهلكش? بتستهلك طبعا. ومدخلك ماشي يا فقى كارن. في كارن تطلع هنا من الاي من البوسطف. عمالي ليه في روح للنيجاتف. في الرسمة بقى اللي فوق. لو انا هعمل فاصل كده عشان اطلق بطش. الرسمة اللي فوق. تعال يا في. حضرتك بقى الفي. قيمتك دلوقت بالمنظر ده عبارة عن في بي بس? ولا فيها حاجة عمارة تخرج من عندك ايوان ده متبهدلع ده متشح باره خالص. الفي هنا هتبقى فيه ماينس اي ار. ماينس اي ار. ا facilitان ليه ماينس اي ار? عشان فيه كارنت وفيه انترن رزستنس. انترن رزستنس هو هو الطبيعي كن اي باطري فيها انترن رزستنس الا لو جابة العكس. لو قال لي ما فيش انترن رزيستنس. هوا في السؤال هنا بيقول لك انتو كونسوداريشن ده انترن رزيستنس في الباطري. يبقى الفي اللي هنا هتبقى عن في بي مينس اي ار. الله يعني هو قانون سابت ايبقى قانون سابت بس لو عندك الكارنت بزيرو يرجع المين للفي بي تاني. الكارنت آآ موجود خلاص يبقى طلحها بايه بالشكل ده? يبقى الرسمة اللي تحت كأنها هي الرسمة اللي فوق. بس اللي تقسم اللي تحت عشان الاي ايكوال زيرو. مفيش كارنت عندي جوه. مفيش حاجة بتسهلك الكهرباء مفيش كارنت خارجية. يبقى مفيش كارنت في الحلقة دي. فكانسلنا الجزء بتاع الاي ار سمور. طيب بص بقى السؤال ده عشان سؤال زكي. بيقولك في الرسمة دي. ده فولت متر ايد فولت. بيقولك الفولت متر وبيقرأ دلوقتي راح ارى ايه? ارى ايد فولت. حاضر. ده مين بقى اليد فولت ده? اللي هو الفي. يبقى الفي ده اللي وقتي في اللحزة دي ايد فولت. مفيش مشاكل. طيب بيقولك حط في اعتبارك ان فيه انترنة رزيستنس. تمام هيبقى قانون كامل. اللي هو الخد بتاع اللامب يعني. حصله ايه? حصله اتقطعت. لو اي حتة فينش لازم اللامبة يعني اي حتة في السلك هتقطعها. هيؤدي الى ايه? هيؤدي ان الخيمة دي كلها اللي انا كنت بعملها ماينس اتشالت. يعني الفي بدل ما هانت ايت? هتبقى اكتر ولا هقل يا شباب? ايوان هتبقى اكتر من ايت. يبقى الاجابة بتاعتك مور دان ايت. هتزيد ايوان معه الفي بي ده اعلى رقم. يا هو بيقولك ان الفي كانت في الاول كانت في الاول ايت. وانا بحسبها بالقانون كامل. لما نشيل الاي ار. من الاي ار دي مش كتعملها تاكل من الرقم بتحسب منه. يعني سيء مسلا ده كان تين ماينس تو. هيطلع ايت. بعد شوية هنشيل التو. نشيل التو دي من هنا خلص. هيقضها هيبقى وطبعا الفي باترة دي سبتة. التن دي سبتة. فيغزبا عنه الفي اللي انت بتحسينها بدلا مكانة ايت تروح زايدة وتبقى تن. هيحصل انكريزز للباتري. وكأنها وكأنها جماعة الفولت باقيت مرسومة بالرسمة دي. حاول تفهمها كده? ممكن تبقى سهل عليك. الاي والفي. هما ديكريزينج ريليشن. في اللحظة هنقطع فيها سلك الاي هيكون بزيرو. عارفين الاي تبقى بزيرو يعني ايه? يعني انت واقف عند النقطة دي حضرتك. واقف عند النقطة دي يعني الاي بزيرو. ساعتها الفي هنا هتبقى قيمتها مين? هتبقى قيمة الفي بي. يعني قيمة البوتينشال الديفرنسو باتري. ماشي? سؤال ده بعين هنشوف انتو عايزين ايه? لو السؤال ده تكرر تاني هو هو. من غير اي تغيير اللي حتة صغيرة. قالك ان الانترنة رزيستنز زيرو. لو قالك في سؤال اف دا انترنة رزيستنز ايكوال زيرو. هل الاجابة بتاعت السؤال هتبقى هي هي ولا في اختلاف? اعازك تفكر معي. لو قالك مفيش انترنة رزيستنز. اعتبر اعتبر الانترنة رزيستنز زيرو. هلا هتختار ايه ساعتها? هنختار نفس الاجابة ولا اختيار مختلف? ايوان. في ناس بدأت اجواب مع صاحب رافع عليكم. ساعتها الاجابة هتبقى ايد فولتا على طول. مش هتتغير. ليه يا مستر? لان لو قالك ان ما فيش انترنة رزيستنز. يبقى برضو القانون هيقول لي مين? ان الفي ايكوال في بي. لنبا ما بقى تتحرق ما تتحرقش انا ماليش دعوة الفي هتفضل ايكوال في بي على طول لان ما فيش انترنة رزيستنز بافتراض. طبعا عندها افتراض لو جي في السؤال بالوضع ده. لبقى لو قالك ما فيش انترنة رزيستنز سأقول له شكرا يا حاجي. بقى انا كده ما عنديش ايه? ما عنديش في الحل ده اي مشكلة وان الفي هتفضل تثبتها ايكوال في بي طول الوقت. خلاص? يا رب اكون واضحة الحتة دي ما يكنش عندي مشكلة عندها حد. طيب اه الشكل ده يا شباب. الشكل ده من الاشكال المهمة جدا في الجزء بتاع الالكتريك فلد بتاع السريك لار كويل والستريت وير والكصة دي. وده برضو زي ما انتم شايفين جاي في الامتحان. بص هنا هو عامل حاجة جديدة او مش جديدة حاجة يعني ايه? زيادة. عاملك اتجاه للارث. يعني فيه ماجينتك فلد للارض. اتجاه وطلع لفوق. برضو ما حاجة ما تخدش يعني فيه ماجينتك فلد طلع لفوق. خلي بقى الارض مش طلع لفوق في الحتة دي بس. ده طلع لفوق هنا وهنا وهنا وهنا. ممكن طبع تعمل خطوط برقة لكزا ما انت عايز. هوا مغطية المنطقة كلها. مغطية البرقة كلها ايه في الاتجاه ده. ماشي? طيب. بقول لك the vertical straight wire. vertical straight wire carry the upward place normal to the ايه. the earth is magnetic field مش عارف ايه. في الاخر يعني فيه وير. فين الواير دي اللي هو كاتبك عليه اسمه ده الواير. طب فيها ما نجدك field ايه فيها current. طب ايه اتجاه ال current? اتجاه ال current هو مش محتاج يقول له. مش محتاج يقول لك. وحطيب لك نقطة. احنا اتفقنا يا جماعة لما يقول لك نقطة كده. ويكتب لك wire يبقى نازم. في الاتجاه ده هيبقى ايه يا شباب? هيبقى outward. يعني جاي نحية عينك. ماشي? يبقى كده outward. طب ايه فيدي عايز يقول لك inward. ان الكرابة دخل الجوة. يعمل لك ايه? يعمل لك اكس. ويحاول لك كده لفة محترمها ويقول لك ده بقى ايه? ده كهربا. ده سلك فيه كهربا كأنه بيوصل على السلك من فوق. ده اسمه ايه يا شباب? اسمه outward. يبقى الاكس تبقى inward. والدوت هتبقى outward. ده هتبقى كده ايه? هتبقى inward. طيب. ده يفرق معي بحاجة? ايه وطبعا ما السلكة دي يا جماعة بتعمل ماجينة كفيلد حواليها. الماجينة كفيلد حواليها ماشي ازاي? في الحالة دي عشان دي المفروض outward هتبقى with ولا انت ركز كده بقى معي? هتلاقي الاتجاهة ماشي ازاي? ماشي ايوا ماشي بالاتجاه ده. طبعا لو بطلبها بقداية اليمين ولا قداية الشمال فكر في موضوع سكرو درايفر. انت عندك مصمار وكأن المصمار هايز تبقى على البره. عايز تفكه. هتلفل في الاتجاه ده. لو انت عايز تفهم في المصمير. منت تفهمش مصامير ارجع لمقيه لقصة امبير right hand rule وريح نفسك منه. طب خلي بالك الاتجاهات هنا ماشي ازاي. الاتجاه عند اي نقطة بيبقى يعني عند النقطة دي اتجاهة الماجينة كفيلد بيبقى كدة بيتجاهه كده. عند النقطة دي يا هيبقى تنجيات اتجاهه كده. بس لازم اتجاهية يكون مع تجاهه الدوران. عند النقطة دي هيبقى اتجاهه كده. طب واخر نقطة عندي او هيبقى اتجاهه وكده. هو عايز ايه في الاخر? بيقولك اه اكسبكتد تو بي نيوترال بوينت. فكين نيوترال بوينت? عشان النقطة تبقى نيوترال بوينت. يبقى لازم التوتال ماجيديك فلاكس دينيس تبقى بزيرو. مش كده وبس احنا كنت شرح معها كده. وهفكرك بيها. النيوترال بوينت كانت فيه يعني شوائد حاجات تعرفها. اول حاجة نيوترال بوينت معناها ايه? معناها توتال ماجيديك فلاكس المحصلة كلها يمين وشمال وكله في الاخر ايكوالز ايه زيرو. النقطة التانية. لازم تكون في منطقة الناجاتف زون. في الناجاتف زون ومش في البوزتيف زون. في منطقة الناجاتف. طب لازم كمان تبقى نيرتو دا سمول كارنت. اقرب في الكارنت الاقل. فلو عندك نقطة زي دي كده في السؤال قلنا اختار النقطة الايه? الاقرب للكار. طب لو هما ايكوال كارنت. لو ايكوال كارنت ايه نقطة اللي في النص بالزط بس بشارت يكون نيجاتف ايه نيجاتف اريا. كمان في قاعدة بتقول نونيوترال بوينت. اف ايكوال عند اوبزي دايريكشن. لو عندك الكارنت. عكسة بعد في الاتجاه. وايكوال قد بعد بالزبط يعني الكارنت اللي هنا قد الكارنت اللي هنا. ساعتها مش هتلاقي نيوترال بوينت في الرسمة. خلاص? دي كده القواعد الاساسية بتاعت النوية. انا حسب القواعد دي هنشوف السؤال ده بقى يتحل ازاي? انا النقطة تنفعة تكون نيوترال بوينت. هنختار بين اكس واي وزد واو. انا محتاج يكون ايه? لازم يكون عكس بعض. فبينة جدا جدا النقطة الوحيدة اللي فيها اتجاه عكس بعض. نقطة واي. فالعجابة تبقى واي. واحد يقول لي مساء بس دي بعيدة عندي. ما هاتفقنا بقى ان الارض دي مش خط. الارض دي مغطية المنطقة كلها. فهتيجي هنا هتلاقي فيه اتجاه كده. عكس الاتجاه. فده الاحتمال يكون نيوترال بوينت. خلاص يا شباب? طيب. في سؤال بقى في الحتة دي اهم من ده. ايه ده? في اهم من ده? اه السؤال ده كده على تعتبر سؤال مباشر شوية. فيه سؤال يقول لك ايه? مين اعلى في الاربعة نقاط دول? مين اعلى? مين الماكسمام في التلتة الاربعة نقاط دول? هتكون مين? او ولا اكس ولا واي? مين اكبر واحدة? تمام? هي طبعا نفس الاتجاه عشان اعمل بلاس هتبقى ات او. طب احسبها ازاي? اعمل بلاس. احسب مجدك الدينس هنا كام? وبمجدك بتاعت الارض كام? وعملهم بلاس. يبقى هنا اعمل بلاس. هنا منطقة اديشنال. هنا عند الواي منطقة نيجتب هنعمل ماينسمف ومكن تبقى بزيرو. طيب الحتة باقى المهمة. الارث مع الاكس او balance faze هتبقى ازاي؟ ده في اتجاه كدا بقى مجدك تكس كدا واتجاه مجدك دي بتاعت الدية. ودي مثلا عند النقطة بتاعت ايه? بتاعت اكس. احسبها زي دي. قالك ناينج ديجري. يبقى اشتغل بالفكتور. هنشتغل بالفكتور ونطلع. ماشي? نطلع بسهولة. يبقى لو عايز نطلع على ماجينتك فلاكس دينيسي ات اكس ساعاتها تحسبها سكوير رود. الماجينتك فلاكس دينيسي بتاعت الارث. شوف الارض كام? بلاس ماجينتك فلاكس دينيسي ات اكس باور تو. طبعا قيمة الماجينتك فلاكس دينيسي ما يبقى شواخد شكل واحد كده وخلاص لان هو ممكن يقعد يلف ويدور معانا في بعض الاسئلة. ماشي? طيب. هنتكلم شوية عالفورس بعد نرجع نحل تاني. ماشي? نتكلم شوية عالفورس ونحل تاني عشان ما ننساش ايه حاجات مهمة. دلوقتي يا بطل ايه? ده فورس اف موفينج الشارج الاول. الشارج بتتحرك. بوزتيف او نيجيتف تتحرك. وعاديين نتفق على اتفاق. اي تشارج بتتحرك بيكون فورس. الشارج نفسها بتعمل فورس. لازم تتحرك جوه ماجنيتك فيلت. يبقى في ماجنيتك فيلت واللي تشارج دي بتتحرك جواه. طيب ساعدة اجيب الفورس منين? عن طريق قانون الجميل ده. بي كيو في. بي ماجنيتك فلاكس دي نسي. اللي التشارج بتتحرك جواه. ما تبلايدي تشارج نفسها بخيمة اللي تشارج ستبقى بوزتيف او نيجيتف اشوف كام كولوم. ما تبلايدي الفي اللي هي السرعة اللي بتتحرك بيها. يعني اللي تتحرك بسرعة قد ايه? واشيب السرعة دخلها معنا في القانون. خلي بالكم عشان هما نسين القانون ده خالص في معظم الامتحانات اللي فاتت. فمجاش كتير. فممكن يصدق فيه بقى في الامتحان بتاع المرة دي. يعني احنا تقريبا هما نسين ان الحتة دي موجودة عندنا في الليل او كم. خلاص? عشان مش موجودة في سنوية عامة. فهم يعني بيحبوا حاجات سنوية عامة اكتر. فتخلي بالك وبي كيو في. في اللي هي السرعة. دي ماجنيتك فلاكس دينيسي واد الفورس او بيسموها ماجنيتك فورس. طيب. في ملاحزة في القصة دي. ايه اللي ملاحزة بقى يا بطن? اللي بتتحرك الفورس دي في الغالب بتخلي التحرج مش بتتحرك في الغالب يعني بتتحرك دائما في ماشي? اه حد بيقول لي يا مستر الاف ايكوال بي كيو في. يوسف عماد. الجملة دي خطر جدا. انت جاي بتذكر حاجة مش علينا. في قانون بيقول اي ام اف ايكوالس بي ال في. ده هناخده في السكن تيرم. ده قانون تاني خالص بتاعت البي ال في. ده في السكن تيرم اصلا لسي ما اخدناهوش. اي ام اف اندكشن. المشكلة ان اسمه الاكترو موتي فورس. دي مش فورس. ولا اليونت بتاعتها نيوتين. اليونت دي بتاعتها فوق فولت. ماشي? يبقى قانون بتاع بي ال في ده موجود في ماناك سنوية عامة. بس موجود عندهم في حاجة اسمها شابتر ثري. شابتر ثري بتاع ماناك سنوية عامة. احنا هندرسه في التيرم الجاي. احنا نتكلم الوقت على بي كيو في. ماشي? جريدنا نصح صح عشان ما نطلق ابوضش يا شباب. اه يمكن ما شوفت هاش. اه صوري صوري صوري. بقى لأ لو كلم بي كيو في خلاص صوري صوري عامة. انت كلمك صح صح. اه تمام انا شفت شفتي بس حاجة انا مختلف عشان في قانون شبه بالزبط. لسه ما درسناهوش. وحد كان سألنا عليه كتير كنت بحسمك احد هذه الحدود. يبدأ ده يشتغل عليه. طيب كنت بأكد على موضوع التشارج بتحرك ازاي? هقول كده رسمة سريعة. حتى هنبسح الكلام ده خلاص دي حاجة اقتفها. اه الاتجاه وبرضو في حاجة لا علاقها بالاتجاه نعرفها. بص يا شباب. دلوقتي لو المنطقة دي. نفترض يعني انها عندي منطقة كده. منطقة كده. منطقة هنا فيها بوستيف. ومنطقة هنا فيها نيجتيف. نيجتيف التشارج وبوستيف التشارج. كده جواهم كده اليكتريك فيلد. الاتجاه دايما منيه. من البوستيف ل اليجتيف. من البوستيف للن lleجتيف. ده الاتجاه بتاع ماجينيتك ده كده اليكتريك فيلد. دي يا جماعة اليكتريك فيلد. من البوستيف للن lleجتيف. طيب هم يقرروا بقى ايه? يحركوا جهوه هنا تشارج. ايه نوع اللي تشارج ري立تحرك اي حاجة? الكترون. خليna Gelagative اليكترون. جاي ماشي كده في عمان الله. هل هيفضل ماشي كده امان الله في سريت لاين قالك لا مش هيمشي في سريت لاين. هو اصلا كان واغد فيلوسي في الاتجاه ده. كان واغد سرعة في الاتجاه ده. هيتأثر بفورس. الفورس اتجاهها منين? النيجاتف الالكترون بيحب يروح للبوستيف. بيحب يتحرك ناحية البوستيف. فيبدأ يميل ناحية البوستيف. فالمصار بتاعه هيبقى شكله ازاي? هيودل ماشي كده كيرف 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 يروح عامل كده. المصار بتاعه يبقى كيرف خلي بالك. طب ليه مش هيمشي في على طول? عشان اكيد البوستيف دي هتأثر عليه وتعمله وكمال النيجاتف بتأثر عليه بتعمل طب ليه حوت اصلا? حوت اصلا لان هي عبارة عن عندك ماشي كده? كان في حتى بيقصر عليك في اتجاه وفي تأسير كمان كده. فالمحاصلة يا ما تبقى سريت لاين يا ما تبقى كيرف على حسب مين اقوى من مين? في الغالب طبع ما مش قدي بعد ما بيقاش سريت لاين ويبقى كيرف. طب الكلام ده لو بوستيف تشارج. انا افترض ده ان انا عندي بوستيف تشارج ماشي واماني لا في الاتجاه ده. البوستيف بقى عكسه بيحب النيجاتف فقالك لو قالك دي بروتون. طبعا انت عارف ان البروتون بوزيتيف هيتحرك ازاي راح بدأ ياخد ايه? ياخد الكيرف بالشكل بقى. يبقى دي حركة مين البوستيف تشارج? دي حركة النيجاتف تشارج. ومتالي جعلها سؤال قبل كبه. طيب. وهي بتتحرك كده بقى يا بطل? ممكن. يبقى لها فورس معين وقدر حسب قيم الفورس قد ايه? لو كانت موجودة في سؤال في ماجنيتك كمان. طب الفورس بقى بتاعت الفورس بتاعت هي بصراحة اللي ممكن تبقى ارخم سنة. اي سلك في الدنيا? اي سلك في الدنيا? عنده وكمان جوه ماجنيتك فلد بتاعت بفورس. فبصوا كده معين هابده ارسم الاول الماجنيتك فلد. الاكسات دي. يعني ماجنيتك فلد ان وورد. احنا عارفين كلنا ان وورد يعني كلها ماجنيتك فلد الجوة. داخلها جوة الرسمة. ماشي? وعين راح رسملك ايه بطل? رسملك سلك في اي اتجاه? وقال لي اكن مسلا في اي اتجاه ده? حتة الفضية دي حلو. وقال لك الكهرباء مشى كده. ده كده الكارت. ده كده الاي. ده اتجاه الاي. انا كده في الرسمة دي قدامي فيه اتجاهين. اتجاه الكارت واتجاه ماجنيتك فلد ونقص اتجاه التالت اللي هو الفورس. اتجاه الفورس عامل ازاي? فاريت نفتكرها مع بعض بتيجي ازاي? حضرتك مضطر انك تستخدم فيلمنج ليفت هاند رول. فيلمنج ليفت هاند رول. وتخلي ايه يا بطل? تخلي الالكتريك الماجنيتك فلد مع الصباح اللي هو البوينت اللي هو المؤشر اللي بيشاور عليه. وبعدين تمشي مع تلات صوابية عدتناك مع الكرانت هتلاقي الفورس اتجاه هنا. طب انا عارف ان هي تخيلها صعب. انت لازم تشوفها بالكاميرا. اكتر. لو انت فاهمها اوكي. مش فاهمها تبقى انت هتستنى لحد الاخر. بس اتجاه الفورس هيبقى كده. ده اتجاه الفورس. الفورس بتاع بقى يا باطل هيبقى لها خانون اسمه بل. بي اي ال. بي قيمة الم年的 الميادياتيك فلاكس دنستي. الاي الى طول السلك اللي جوه المادياتيك فلاكس دنستي. لان ممكن يكون السلك مش كله جوه المادياتيك فلاكس دنستي. في تأوضت حتة بس اللي موجوده. جوه المادياتيك فلاكس دنستي. طب لو فيه انجل بذries بد powiedział نحن ثيتر. لو في انجل بين بين مين ومين بقى acompañة بين السلك والمنادياتيك فلاكس. جميع الانجل دي المفروضة طبعاكون ناينتي. زي الرسمة دي ناينتي كده. هنا داخل الجوة الورقة يعني يعني على السلك. فكده يبقى الانجل بين وصين ناينتي بوان فعشان كده ممكناش لازم نكتبها في الاول. بس لو فيه انجل آآ لازم تتحطه دي هتبقى انجل بين حاجتين. بين آآ اللي هي البي اشوف اتجاهها ماشي ازاي. واشوف اتجاه الكهرباء ماشية فين بالزبط. اطلع الماجينتيك فورس. ماشي? طيب ازا كان السلك ده يا شباب السلك ده. متأثر بفورس الفوق. طب هو ممكن يتعلق في الهوى? ها فكروا معاكم احنا اخدناها زمان. هل ممكن السلك يقدر متعلق جوة الهوى كده طالما فيه ماجينتيك فلت? قالك اه طول ما انت محافز على بلانس. لو حصل اكوليبرام. بس هو لما يتعلق يبقى متأثر بحاجتين. هيتأثر بفورس كمان لتحت. قد بعد بالزبط. مين الفورس لتحت? سميناها ام جي. فاكريني لها الويت. فممكن نقول ان الاف بي ايكولز ام جي. الماس متعمين بتاع السلك. طب هو اكيد مش يجيب لك الماس بتاع السلك. هجيب لك الديناسي بتاعته. فانت هتفك الايه? هتفك الماس بديناسي متوبلايت فوليوم. دي فوليوم يا شباب مش فيلوسي اه? ماتوبلايت جي. وده الاف بي. اكيد يعني مش يجيب لك الفوليوم بتاع السلك. بس السلك ده انت لو كبرته هبقى عبارها عن سلندر. فالفوليوم بتاع السلندر كنا بنفكه ايه الشباب اريا اوف بيز اللي هي حتة دي اللي هي باي ار سكوير اللي هو الطول السلك كله اللي هو الال فينفع اكتب كده دينستي ما تبلايد اريا ما تبلايد لينث ما تبلايد جي كل ده الاف بي طيب حد يقولي الاف بي عبارة عن ايه الشباب عبارة عن بي اي ال اصلا صح بي اي ال تم ده رو اي ال جي انا كل ده عشان اوصل بس للقانون الاخير كانسل الال مع الال هتلاقيه في السؤال ما بيجولك اللينث بتاع البندلم او اللينث بتاع الواير فسعيتها هتتعامل مع القانون النهائي بالشكل ده ان البي مالتوبلايد كارنت ايكولز رو مالتوبلايد كورس سكشن ايه او باي اي سكوير مالتوبلايد جي وكده يبقى احنا طيارنا اللينث وطول السلك من المسألة خلاص خلي بالكم عشان ده سؤال غيتت يعني وكان بخم سعيتها لما جيه فاندنا هتتعامل معاه بالشكل ده يبقى دي الماجنيتك ايه الماجنيتك فورس سريعا طبعا فيه ماجنيتك فورس بتون تو وايرس اه طبعا التو وايرس بينهم وبعد ماجنيتك فورس والسعاب بتبقى ايكوليبرام والفورس تبقى ايكول زيرو فممكن تلاقي اللي يحصل او ريبالشن زي ما هنشوف دلوقتي حالا يعني فورس بس مش ايه مش مجرد يا شباب ايه مش مجرد الفورس هنا سلكة جوا ماجنيتك فن لا اي سلتينجة مبعد بينهم وبعد فورس برضو فاحنا خدنا اتفاق زمان قلنا لو فيه كارنت سلكتين في نفس الاتجاه المنطقة دي تبقى سبتراكشن ماجنيتك فلاكس دينيسي وعشان هي سبتراكشن يبقى فيه في بينهم فورس بتحاول تقربهم لو باسمها ايه اسمها اتراكشن فورس او منطقة اللي برا دي هتبقى هتبقى اديشنال ماجنيتك فلاكس دينيسي ودي اديشنال ودي سبتراكشن زي ما انت شايفين طيب الفورس بحسبها ازاي سواء اتراكشن او حتى هي ليا قانون واحد القانون واحد سهل جدا بتاحها بين سلكتين عبارة عن ميو اا اي وان ما تبلايد اي تو ما تبلايد لينس او دا واير افور تو باي دي قانون مهم جدا جدا بيجيب الفورس بين اي سلكتين سواء اتراكشن او كده كده هم اما حالة اتراكشن او لو السلكة دي كده والسلكة هنا وقدا اه في اتجاه عكسي يبقى المنطقة دي اديشنال والمنطقة دي هي تبقى مينس ودي مينس حالة بينهم حالة ايه? حالة تنفر دي بتحاول تبعد عن دي طالما بتجاهد معاكسة بعض يحصل بينهم حاجة اسمها حالة تنفر. طب عايز احساب احساب قانون بتاعها هو نفس القانون ده ميو اي وان اي تو ال اوور تو باي دي. اللي جوا دي. ده الميو انت عارف الميو ده اللي هو فور باي متبلاية تن باور نيجاتيف. فور باي متبلاية تن باور نيجاتيف سيفن. اي وان الكرنت الاولى. اللي الكرنت التانية اللي في السلك التاني. مهما كان اتجاهها ما يفرقش معايا. ال ال طول السلكة. او طول كومن لنس بيسموه كده يا جماعة الكومن. كومن لنس. يعني ايه ميسر كومن لنس. لو لو سلكتين طول بعض بالزبط ومحتاطين كده عادي الخلاص. لكن لو عندك مسلا سلكة طويلة كده وسلكة صغيرة. الحتة المشتركة اللي بينهم هو الطول ده. ده الطول ده اللي بقى بتاعتنا في المسألة. ما عوضش عن كل دي. او يبلي سلكة طويلة من هنا وسلكة طويلة من ناحية التانية. الكومن لنس يعني الطول المشترك. الطول المشترك بينهم لما تعمل خط كده هتلاقي الطول المشترك هو ده. ده الكومن لنس بتاع السلك. في الغالب اللي عبرة بتاعت الكومن لنس دي ملعيش فيها كتير. عمره ملعيت فيها. ده يبقى نجيب لنس كاملة. اه طيب. ال دي بقى اللي هي مين? اللي هي المسافة بين اللي تسلكتين. يبقى هنا ديستانس بتوين تو وايرس. ده حاجة المسافة بين السلكتين. اه خلاص المسافة بين السلكتين اسمها دي. ده خلوم بتاع الفورس اللي هو بنسميه اتركشن او ريبالشن فورس بتوين تو وايرس. طب افرد بص كده معي عشان الحتة دي بقى مهمة. جاب لك ثري وايرس. افتكري بقى معي الكلام ده. ثري وايرس دي بتخليك تحوالي في ساعات. خليهم مثلا ايه كده كده مختلفة. ماشي? الثري وايرس دول وقال لك طلع لي ال نت فورس على اي واحد منهم. عالسلك الاولاني او عالتاني او عالتالت. انا اختار واحدة ونشرحها بالتفصيل هتفهمها بسهولة و هتعرف تتعامل معاها ان شاء الله. ماشي? اه هنا ثري وايرس. وانا هافترض معي الكرانت ايه? اتجاهتهم بالشكل ده. انا اخترت اتجاهات عشوائية وعايز اعرف اه وطالب بقى ايه? طالب النيت فورس. نت فورس. ات واير اي واير. نختار واير وان مسلا. واير وان. احسبها ازاي دي? اجيبي النيت فورس عند واير وان ازاي? بص يا بطل انت بتعتعمل عند واير وان. يبقى انت تتعامل الاول مع وان مع تو. فهو مرة. ومرة تانية وان مع ثري. خلاص كده؟ بيشوف تأثير وان على تو. وبعين تأثير وان على ثري. طب بنراحة كده عشان ما نطلبتش. وان مع تو. تعال يا عم وان. قال لي والله احنا نفس الاتجاه. فيحصل بنا اتراكشن. يعني انا مفروض بيحاول اقرب كده. وده كمان بيحاول اقرب كده. انا ههمني الفورس دي. الفورس دي اسميها اف. مسلا اف اف وان. اف وان تو. يعني بين وان واتو. طيب دي بحسبها ازاي? عادي بحسب اف وان واتو بالقنون بتاعها. اللي زي ما اتفقنا اكده ميو. اي وان. اي تو. اه ال. اللي بقى اطوال كلها بقى نتصور دينها متساوية. وانشوف المسافة اللي بينهم كام. على حسب السؤال. انا مش عايزة والارقام يعني عشان ما اضجعش وقت عليها الفضل. كده انت طلعت الفورس بين مين? بين وان وثو. طيب بين وان وثري. تسأل وان وثري. انت عام وان وثري. انت اتراكشن لدي ريبالشن. احنا هنا عبس الديريكشن. دي لتحت ودي الفوق. طيب يحصل بنا ريبالشن. يعني فيه فورس كده بتحاول تبعد هنا. بنده وبنده تبعد. الفورس دي اسميها فورس بين وان اند ثري. فهنا فورس بتوين وان اند ثري. طيب احسب قانون بتاعها زي ميو. المرة دي اي وان اي ثري. ماشي? ال اوفر تو باي دي. الدي هنا هي المسافة بقى بين وان لحد ثري. فاهمين يا شباب? طيب وبعدين. انا جده اجيبت فورس وان وثو وفورس وان وثري. اعمل في الارقام دي ايه? ما انتابط لهو شايف. شايف انه اوبسي الارقام. يبقى النيت فورس بتاعتك هتعمل للاكبر مانس الاقل. اجيب الاكبر مانس الاقل. طيب ما دي نجرب كلام ده بارقام. نجربه بارقام. يعني هافترض معيك ان انت عندك الايه? انت عندك ان ده مسلا تو امبير. وده ثري امبير. وده فور امبير. خليها كده سهل. وخلي المسافات اللي هنا. مسلا مسلا اه 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 وقتين ميتر خليها تن ميتر. ودي خليها اه 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 اولب ما ايه ارقام لتسهيل بس. PHC انا بقى دي كده المسافة دي يا شباب والمسافة دي. يبقى عشان تتعاوض ب oversee عن ال P1 و 1 و 2 تعاوض عنها بالارقام دي لو حد معا فوربواي ملتبلاية 10 adulta can also include e-7. I1 يعني اللي هي Multiplied 2. I2 اللي هي 3. Length بتاعت الوائر هافطلدني length كلها 1 متر. ماشيين. Of length 1 متر. ماشيين تبقى سهرة في الحسابات شوية. Over 2xd. 2xd دي هنا المسافة بين مين و مين. انا بحث 1 و 2. بين 1 و 2 يعني 10 Multiplied 10. تفهمين. هشوف الرقم ده هيطلع كيف. طبعا تسلا. نيوتن عشان ده بتتكلم على فورس. فورس يبقى نيوتن ما تنساش الميجرينج يونيت يا شباب. حد قال لي طبعت 1.2 Multiplied 10 Power negative 7. اوكي. هكتبها بس مش عارفه وقصدع الرقم ده ولا الفاينل عنس. 1.2 Multiplied 10 Power negative 7. طبع نفس الكلام هنكرره تاني. برضه هقولك 4 by Multiplied 10 Power negative 7. Multiplied current 1 و current 3. current 1 ب 2. current 3 ب 4. Length 1 over 2 by d. دي المسافة كلها بقى خلي بالك. مش هتبقى 10. لأ انت عندك منول لحد 3. ف10 و 12 هتبقى Multiplied 20. اعتقد 22 صح? 22. طبعا انا بهمد اي ارقام اخلي بالكم. فطبع ممكن الرقم يطلع غريب شوية مش عارف ايه. اه 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 بقى حد قال 7.2 7.3 حلا 7.3. Multiplied 10 Power. على حسب بقى 10 Power negative 8. اوكي 10 Power negative 8. negative 8. Newtun. طبعا هي فرصة ضعيفة ممكن بحركش السلك اصلا بس يعني ايه موجودة اين. ادي الفرص. وطالما حضرتك شايف الدمعين اكدوما قبز الـ يبقى انا هعمل ايه في الاتنين دول هعمل فاقول ان الـ اجيب الفرص الاكبر الفرص الاقل الفرص الاكبر على فكرة هي F12 يبقى F12 مينس الـ الرقم ده عشان شكله اكبر من خلاص يا شباب وخلاص واكتبه قدامي ويبقى كده خلصت السؤال لو عندي اكتر من ويرس اكتر من 2 ويرس طيب هو ممكن ينفع ماشي ينفع ادخل 2 و 3 معي يعمل انت مالك بـ 2 و 3 هو بيقولك طلعي نيت فرصة عند مين عند 1 يبقى انت خليك هدفك دايما عند 1 علاقة 1 مع 2 و 1 مع 3 انا عارف ان 2 و 3 دخل معنا في اللعبة بس لا سمحت ما تدخلهاش اطلق بطل لك الدنيا وطلق لك في الاخر اجابة طيب فيه كمال معلومة تانية خلي بلك بقى منها المعلومة اللي جاية دي وانت شغال ممكن يقولك انا عايز الـ object ده ما يتحركش انا عايز ما يتحركش يعني ايه يعني الـ net force بتاعته تبقى بزيره ساعتها هدخل الـ f بين 1 و 2 قد الـ f بين 1 و 3 ويبقى فيه حاجة نقصة بقى يبقى فيه current منهم نقص فطيقدر تتعامل معاه وتطلع على current النقص خلاص فدي برضو نقص حاجة كمان اخر حاجة بقى يا جماعة لو سلكة اتحطت مكاني neutral point between 2 wires يعني وسط لو رجعنا الرسمة دي هنفترض اني neutral point موجودة في النص رحتنا حاجة سلكة في النص بالزبط هيتأثر باي حاجة لا طبعا الفورس بتاعته بزيره لعني الفورس بتتأثر بالايه f bi اصلها يعني او f b i l b magnetic flux density والi current والl length لو ال b بزيره يبقى ما فيش فورس يبقى لو سلكة بتحطت جوه في منطقة neutral point معناها no في الحالة دي جماعة no force ما فيش فورس بتأثر عليها في الحالة دي ماشيين طيب نحل كده شوية كمان على الكلام ده وبعدين وبعدين نكمل لايه نكمل المسيرة شفاية تأسئلة انا ما بخشت على السؤال انت بحظك ممكن قلتل على السؤال ده في اللي احنا بنشرحه وحاجة بره مش مشكلة اه بيقول لك في السؤال ده برضو ما تسألت نحناية ده في النص بالزبط طبعا ممكن ده بس لازم ده يكونوا ايه لازم يكونوا ولازم يكونوا طبعا ممكن يكون حالية كده سؤال يبقى امتى يكون في النص بالزبط بين سلكتين لازم يكونوا ويكونوا كمان يبقى فين الاجابة انا مش لقيها اه ايه تقريبا سوح كده هي الوحيدة اللي فيها كده الحالة دي لا هيكونوا ويكونوا في النص بالزبط يقال ايه بس لازم يكونوا ادي بعض في الكرنت كمان خلي بالك طب لو كانوا لو كانوا يعني لو دي اي ودي اي برضو عدها بالزبط النيوترل بوينت هكون فين هتفكر سائلنا من شوية الناس كلها جماعة صح صح معايا في ناس نايمة ليه صح صحوا في الحالة دي ايه مع الدكشن يا معلم طلبة لكن لو هنختار طبعا ايه في النص بالزبط اوكي طبع سؤال تاني بص يا جماعة برضو مع السائلات المتحانات فهو السؤالين طبع نفس الموضوع اللي هو جايب لي هنا ايه هو من غير ما بصي كلمة بعيد جايب لي طبع عايز ايه في السؤال ده بيقول لك انا بالمناسبة الاسلاك نحن شغلين بها دائما تبقى انزوليتد فعادي ما تتخلطش بالكلمة دي اسلاك معزولة عادي يعني عليها بلاستيك البلاستيك ما بيمنعش الماجدك فلد الماجدك فلد برضو يفضل موجود عادي ماشي بصينج ده تانجنت تانجنت يعني انتوتش كده المهم في الاخر اه مش عارف ايه اه شو ده مش عارف كانسل خلاص هو عايز الراجل اه عايز الدينستي ده ماجدك فلاكس دينست دي الحتة المهمة بقى اه يعني انهي رسمة بيتكنسل كم بتكنسل يعني ايه شباب يعني 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 انهي رسمة من دون احنا انتفقنا عشان بين لازم نقطة التلامس بالزبط تبقى ال current هتبقى opposite direction ماشي ولا ولا لا حد رأي تاني طيب اه معلش تدو لي فرصة كده طيب ما هو خلاص اللي جابة كده يا شباب تلمى النقطة التلامس الوحيدة اللي هيبقى فيها opposite direction وبينها كده هتبقى D ماشي خلاص يبقى إجابتك المفروض ده هتبقى D بس فيه غلطة في السؤال غلطة صغانطوطة جدا في السؤال يعني لو حد عنده شوية ملاحظة كده هاول ملاحظة هيعرف إن الإجابة دي هي الإجابة الوحيدة اللي تنفع بس ورده قد يجي السؤال غلط فيه غلطة في السؤال ايه بقى الغلطة يا شباب ايه الغلطة يا رجالة النقطة دي في الليتر دي اللي احنا اختلناها مش هتنفع ماشي اه واحد يقول سي تنفع لا سي مش هتنفع ده سي متنفعش خلص سي لما تلف الدائرة دي كده هتلاقيها عند النقطة دي النقطة التلامس دي هيبقى يبقى اديشنال مش هيبقى بزيله عبدا وبي برضو لو كملت بيه هتبقى نفس الاتجاه وايه نفس الاتجاه كلهم نفس الاتجاه ماينفعش يكونوا لكن ايوان برافع عليك يا جولي جولي ممتازة برافع عليك إجابتك صح هتبقى السبب إن جايب لي الكارنت متساوي وده ماينفعش يا معالي ماشيين يعني جايب لي هنا كارنت اي وكارنت اي ده مستحيل مستحيل الكارنت هنا يكون اي و اي ويعمل لازم كان يكتب اي و اي و اي و اي و اي سيركلر كويل عشان كده دورت في سؤال يمكن في حاجة تانى مكتوبة مستخبية مفيش حاجة مستخبية تانى في الاخر الأجابة هتبقى دي بس الخطأ هنا في الكارنت الكارنت لازم ما يكونش متساوي لازم ده مش كده بس ده لازم واحد منهم أدية تلات مرات حد فاين كمين يا شباب? لازم يكون فيه current ادت تاني تلات مرات. حد يفكر كمين ادت تلات مرات? كان في واحد منهم يكون اكتر من التاني تلات مرات. يعني كان الصح يكتب على ده ثري اي. طالما ده اي. يكتب ثري اي على كل ال current. على كل ال current بتاع ال straight wire عشان يبقى ال ratio مزبوطة. بس هو ما اخدش بقى يعني اكيد يعني ما فرقتش يعني ماشي? طيب اه حد قال انا مش فاهم يا جماعة احنا لسه شرحينها والله. طيب قال لها لكو تاني. قال لها لكو تاني. يركزوا معي. احنا شرحناها قبل كده من شوية. قلنا لو عندك circular coil. سانا اه تقيمة رسلناه وشرحناه من شوية اكيد انتم مش مجروب تاني. قلوكم معي كده يا شباب اهي. احنا شرحناها بالتفصيل. قلنا لو في عندك circular coil. احنا مسح دي بقى اصلي مش محتاجة. امشي دي. امشي 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 امشي. لو circular coil و straight wire عشان يبقى فيه total magnetic flux density يبقى zero. لازم يكون فيه ايجور شرط. يكون الكارنت اللي هنا والكارنت اللي لحظة التوتشنج ده والتلامس يكونوا عكس بعض. وهتطلع لفوق التنازل اللي تحت. كمان لما تصيهم ببعض اطلع لك الاي بتاع الكويل اكوال اي وير اوفر باي. يعني الاي وير هيبقى اكوال ثري بوينت فورتين اي كويل. يعني الاي وير قد الاي بتاع الكويل تلات مرات. ده اللي احنا قلنا يا شباب. صح? عشان اللي بيسأل. الاي وير لازم يبقى اد الاي كويل تلات مرات. وهو في نفس الامتحان هيسأل على السؤال ده نفاكر. يعني هو شوف يعني كمان بيغلط نفسه في الامتحان. هتشوف نفس السؤال ده تعريبا شوفته في نفس الامتحان حاجة زي كم. ماشي? ما ينفعش يكونوا قد بعضه في الكارنت ابدا. كان المفؤود يكتب اي وان و اي تو فمش مشكلة يعني. طب ايه تمام? خش السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده تكملة للسؤال ده. ايه ده? ده هو هو نفس الموضوع. اوها هي لفة واحدة اوكي. اوها اوها اف والله هيكون قد ايه من الكارن متاعت الكويل. والله احنا لسه قليل من شوية ان ان احنا اثبتنا في الاخر ان الاي بتاعة الواير المفروض تبقى ايكولز باي متبولية الاي بتاعة الكويل. باي يعني كام? يعني ثري بوينت فورتين اي كويل. يبقى ادي الاي كويل تلات مرات وحتة. الموجودة دي? اه موجودة هي يا شباب. هدي يبقى دي. سلايتلي جريتر ذان ثري تايمز او دا كرانت او سلايتلي يعني حتة زيادة بحتة صغيرة. مش يعرفين سلايتلي يعني حاجة بسيطة قوي. يبقى اكتر بحاجة بسيطة. يبقى هو حالا اكد الكلام هنا والمفروض هنا. فاحنا خلاص يا جماعة نعتبر السؤال دا كويس. يمكن النمبر افتانيس هنا مختلفة فهي اللي عملت الفرق دا. فخلاص بلاش بقى ايه? حد يزعى من هنا تقول السؤال غلطه كده. خلال السؤال كويس وحل. اكيد النمبر افتانيس هنا مختلفة فممكن تعمل متساوي. ماشي? آآ آآ هنا ايكول ديستانس. القانون دي يا شباب في كل التلاتة وصمات دول. في كل التلات هو هي بالزبط عشان كده بنكنسلها من وعشان كده ممكن ميجيب لكش اصلا الديستانس والا الريديس هتكنسلهم وتطلع بالنسبة دي الكارم بتاعت الوير قد الكارم بتاعت الكويل اي كويل بتلات مرات وحتة بالزبط. اوكي? طيب. في جماعة شكل كده مشهور في مجيديك في دينستي هنسميه تحت مسمى كده دي الاشكال الممتازمة. الاشكال المنتظمة دي في بينهم تلاتة مشهورين. هرسوم لك هما التلاتة عشان في واحدة دلوقتي هنشوفها دلوقتي في الامتحان. ايه التلاتة? يجيب لك ترايانجل. بس ايه? بس ايه كولاترال ترايانجل. متساوي كل بيعان. ويجيب لك كارن داخل هنا وخارج من هنا. او يجيب لك الرأس ما بدلها هي ترايانجل يجيبها لك سكوير. سكوير. كارن داخل من هنا وخارج من هنا. او يجيب لك منتظمة كده بعيدة. ويجيب لك كارن داخل من هنا وخارج من هنا. في التلات حالات دول يا جماعة لو طلب منك لو طلب منك انك تحسب ماشيين? هيبقى زيرو. ماشيين? تاني يا جماعة. لو طلب في التلات حالات دول هيتلعوا التلاتة بزيرو. فممكن يفهموا ليه? ان لو خط كده هنا. وخط هنا. وخط هنا. وخط هنا. هتلع لك النقطة اللي في النص دي بالزبط بتاعت السيركل. دي بقى التلاتة لما يجيب بتاعتها تبقى ايكوال زيرو. اش معنى? افهم بقى معي. لان الكارن دي لما يجي هنا يا شباب هيتقسم. تقسم شوية هنا وشوية هنا. ولو افترضنا ان الاسلاك دي. الاسلاك دي كأنها هي كمان متوزعة. هيبقى الكارن دي طالع فوق اقل من الكارنة اللي تحت. يعني الكارنة اللي فوق ده لو كان اي هيبقى اللي تحت ده. ما شميع نعم مستر. انت تخيل كأن في هنا. وهو الريزيستانس هنا وهو الريزيستانس هنا. اللي فوق بقى عندك دبل. فتاخد الكارنة اقل. تاخد الكارنة النص. اللي تحت العكس كان واحدة بس خلية الكارنة الاعلى. طب ده مستر هيعمل اختلاف. لا ولا هيعمل اختلاف ولا بتنجاب. هنخلي بلك بقى هتعمل ايه? الكارنة ده يا شباب ده ستريت وير. عنده مجددك فلاكس دينست هنا انورد. صح? دي انورد. طب الكارنة لما هتمشي كده. هتعمل مجددك فلاكس دينست تاني انورد. فعند اتنين انورد. طيب الكارنة اللي ماشية تحت هنا. هتعمل مجددك فلاكس دينست فوقيها هتبقى اوتورد. بس اديها مرتين عشان كارنة هنا ايه? دبل. عندها مرتين يعني ايه يا مستر? يعني هنا اللي فوق دول لو كانتو بيه اللي تحت هيكنتو بيه بس اوتورد ايه طلع زيرو. يبقى عندي النقطة دي. اد سنتر اد سنتر او تراينجل ايكوال زيرو. ليه ايكوال زيرو? عشان الكارنة تتقسمت. والتقسيم هنا ما كانش بالتساوي لان اللي خدت اكبر عندها كارنة اقل. والعكس. طب لو لسه مش فهم بركز كده معين في الحالة التانية. اللي تحت. حالة تحدي حالة سهلة وجدت في الامتحان. الكارن دي شوية لو ما تيجي هنا هتتقسم بالتساوي شوية فوق وشوية تحت. وبعين يجمعوا تاني ويمشوا هنا. يعني اللي فوق دي لو كانت اي اللي تحت هتبقى اي برضو. طب عايز احسب مجددك فلاكس دينست عند السنتر. احسيبها للجرز اللي فوق وجزء اللي تحت. طبعا الجزء اللي فوق هيبقى قدل اللي تحت بالزبط. بس هيكون لان اللي فوق ده هيديني واللي تحت ده هيديني ماشي? يعني انت برضو هنا هتبقى اي كوالز زيرو. طبعا ما شكل منتظم الكارنت هيتقسم بالتوزيع او التوزيع المتماثل. ماشي? طيب اه هنا بتاعت الاسكوير دي غريبة شوية. معقولة الاسكوير هيدينا برضو زيرو فين زيرو بقى? عند السنتر. لما نعمل كده هتطلع لبوينت هنا جميلة. هنقول القاتي. هركز بقى معين. الكارنت اللي داخل هنا يا بطل هتتقسم هيبقى عندك هنا كارنت فوق هتلف ثلاث مرات. وكارنت هنا. يعني الكارنت دي اللي فوق لو دي كان الكارنت اي هتبقى دي برضو اسمها اي. هتبقى دي اسمها اي. ما نفس الكارن. ماشي? ولكن ولكن. الكارنت اللي تحت مش تفضل اي. حد باخد بالو اللي تحت هتبقى كم? الخط اللي تحت ده هيبقى اي برضو ولا اكتر ولا هال? هيبقى ثري رابع عليك. ثري اي. اللي تحت ده يا جماعة الكارنت بتاعته ثري اي. ادي تلات مرات. طب امسل هتطلع زيلو ازاي? بص بقى معين. السلكة دي? السلكة دي. هتطلع لما جيتك فلاكس دينيس عند النقطة دي. هتسميها بي. هتبقى بي ان ورد. والسلكة اللي فوقيها هتطلع برضو ان ورد. يبقى بلاس بي واحدة كمان. عشان ان ورد اللي تنضي بعض. والكرنت معلش ان اعكاس تنا اتجاه كارنت بتاعته غلط. الكارنت ده مفوض ماشي افتجاه كده. عشان بيكمل ويطلع من هنا. هنا برضو هتبقى ان ورد. كله ان ورد. التلاتة اللي فوق دول ان ورد. فالتلاتة مجبوحهم ثري بي. قبل مرات. عشان عندي ثري اي. بس في عكس الاتجاه. يبقى باختصار كده عشان بس ما ضاعش وقته كتير قوي احنا بنعمل سريع. هنا برضو ات سنتر. في اي شكل منتظم اكوال زيرو بس تخلي بالك اتجاهات الكارنت ماشية ازاي. ده قد الكارنت تتقسم بقى بالشكل ده. وده السؤال اللي جيب عندي عاطف الامتحان. قالوا عند الكارنت اتقسمت هنا كده. او حتى من غير ما يقول متلازم تتقسم. يعني شوية يطلعوا كده وشوية يطلعوا كده. وما ان المسافة دي قد المسافة دي يبقى الكارنت ده يبقى قد ده بالزبط. المفروض دي ده تقريبا يبقى اي اوفر تو. والكارنت هنا يا جماعة يبقى اي اوفر تو. ويتجمعه تاني. فانت عند النقطة دي. هيبقى بامبير رايت هاند رول هتبقى اللي فوق انورد واللي تحت اوتورد. وادي بعض بالزبط. فبرضه هيكانسله بعض ويديني توتل مجدك في الحالة دي. نشار الجلا. واضحة الدنيا دي ولا لو كالكاع يا رب يكون واضحة الانتبابكم مفيش مشاكل فيها يعني. طيب. السؤال ده يا جماعة يعني ايه بتاع الكيوب لما تبصله كده? انت مش عرف تحلو في الاول لان اصل ليه طريقة معينة كده طريقة انت مدرستهاش اساسا بس يعني افهم الفكرة مش هزاي. انت هتستخدم هتستخدم هتقول ادي اول نقطة هنا. اتوزى عندها الكبير. بس هتعمل حاجة غريبة ما انتش عارفها قوي. كل ما تعد على مسافة متساوية تخلي نفس النقطة هي هي. ماشي? صح يوسف برقعليك. لأ كل ما تعد على مسافة متساوية تخلي النقطة هي هي. انت عدت على ار واحدة. يبقى النقطة دي اسمها تو. عدت هنا على نفس القيمة اللي هي ار. يبقى النقطة اللي تحت دي اسمها تو برضو. عدت هنا على ار. يبقى النقطة دي كمان اسمها تو. دي طريقة انت متعرفهاش قوي. لها التوزيع المتماثل. بس يعني يعرف احتياطة عشان هو السؤال جيه في الكترة الخارجية فالناس بتحبت ايه تتعامل معاه. يبقى انت مشيت نفس المسافة بص المسافة دي. ادي دي. ادي دي. من نقطة سميت التلالة دول تو. عند عنده مشكلة? نشوف النقطة اللي بعد كده. من تو بقى يا بطل هتمشي ايه? هتمشي المسافة كمان زي دي. الده هنسميها ايه? هنسميها ثري. ثري عن البوتنشل محتلف. طب من عند تو وقت تمشي للفوق كده هتسمي دي برضو ثري. ده ثري دي هتبقى هيصة. طب لما تمشي هنا هتسمي دي برضو ثري. وهن تو لما تطلع لفوق كده خلاص دي اسمها ثري. اه خلاص في تاني غيرهم. يبقى ثري 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 ثري. طيب وبعدين. وبعدين يا بطل لما ثري تمشي المسافة دي تسمي النقطة دي فور. يبقى ثري هتمشي كده فور. ثري فور. ما بيش حاجة بعيت مننا. كده ما بيش اي ركن ويقع مننا. يبقى الرسمة دي كلها هتقسم على اربع اجزاء. الاربع اجزاء دول هيمشي بت ايه? هيمشي بت تماثل. يعني عندي بوينت ون. نقطة كده سميها ون. وي تو. وثري. وفور. فور خارج منها الكهربا. وان داخل منها الكهربا. حولت اني عملت توزيع دي ازاي يا شباب. الكرة ما شفى من اللي عنده النقطة دي. سميتها وان. يبدأ نتوزع. المسافة دي. زي المسافة دي. زي المسافة دي. يبقى دي تو. ودي تو ودي تو. نفس البوتنشال يعني. يعني البوتنشال هنا هيقل لي مسلا. يقل لي تونتي فولت. يقل لي تونتي فولت. يقل لي تونتي فولت. طب من تو همشي مسافة? ثري. ومن تو هنا. يمشي كده ثري. اي تو تيعمل خطوة واحدة الخطوة دي هتبقى اسمها ثري. طب ثري كله هيطلعوا علي كده عند مين? عند فور. فور طبعا اللي هي النقطة الخروج. نعد بقى مع بعض. يا رب ما منساش حاجة. بين وان و تو. بين وان و تو في كم? بين وان و تو ادي واحدة. اتنين. وفي تاني. بين وان و تو ادي وان. اه وثلاتة. يبقى في تلاتة. طبعا رو عامل كده يا جماعة. عامل خط كده. ادي resistance اي. ورزيستانس. ورزيستانس. دول بين مين يا شباب? بين وان و تو. عند عنده مشكلة كده? تمام. بين تو و ثري. بين تو و ثري. تو و ثري بقى نعد. بين تو و ثري ادي واحدة. اللي هيدي بصنا عالم عليها عمل لها ادي واحدة. بين تو و ثري و ادي بين تو و ثري واحدة كمان. طيب اه و بين تو و ثري دي كمان. بين تو و ثري دي كمان. كده وان تو و ثري فور فايف. و نقص واحدة اكيد. في واحدة. ايوة اهي تحت ايه. دي يا شباب. التلالة دول كده بقى ام ستة. ستة بين تو و ثري. هعملهم باللحمة اربعة عشان لهم مختلف. ستة دي انا هتعب علي. هتعب في الموضوع. ادي وان. تو. ثري. فور. فايف. سكس. المفروض كل دول ها? كلهم resistance قيمتهم ار. لا حاجة متعبة جدا. طب اللي بعدها بين ثري وفور. اكيد الباقي. محمد كلهم كانوا اتناشر. سنة ستة هنا وثلاثة هنا اتفضل ثلاثة. فالمنطق يعني يقول لك كده. اه فعلا ادي واحدة ايه يا شباب اللي اعمل ايا سيركل دي. بين دي ثري وفور. وبين ثري وفور هي واحدة ايه كان اعمل ايا سيركل. وبين ثري وفور في سيركل اتعب. ادي وان. ادي تو. ادي ثري. يا رب يكون ايه? الدنيا وضحت. طيب الرسمة دي حولت الرسمة ايه? اكثر بساطة. مفروض كده احنا بسطناه يا شباب. ليه? جمع بقى معايا يا معلم. ده ار و ار و ار. يبقى ار اوبر ثري. دول ستة يبقى ار اوبر سيكس. ودول ار اوبر ثري. اجمع كله ده. يبقى بتاعة الرسمة دي هيبقى عبارة عن ار اوبر ثري. حط جنبيها ار اوبر سيكس بلاس ار اوبر ثري. ربنا هيكرمكم بقى بالادشنل بتاعتك. ممكن هتجمعها ازاي? اما تخلي كل اللي تحت ده سيكس. يعني تخلي كده ايه? اه تو اوبر سيكس بلاس اوبر سيكس بلاس تو اوبر سيكس بلاس تو فور بلاس وان يعني فايف يطلع لك فايف اوبر سيكس. ده المفروض الاجابة بتاعت التوتل على حسب الار بلا كانت بكام. ماشي? فايف اوبر سيكس ار. تمام هي هي نفس الاجابة بتاعتنا قوم طبعا في الاخير اليونت دي. يعني انا مش بتوقعها قوي لانها تبقى مسألة تعجزية شوية بذاتنا لها طريقة. وانت ممكن ما كنتش درست الطريقة دي اصلا فتبقى شوية صعب عليك. طيب تمام كده رجالة? نقض بقى ايه? نقض بقى حاجة عن التورك كده سريعا. يبقى فيه فورس هيؤدي الى وجود تورك. ايه تورك? يعني الابجيك يبدأ يلف يبدأ يتحرك. طب يعني ايه يحصل برضو تورك كده? المجنيد التورك. ماشي? اه يبقى لازم تعرف اصلا اصل التورك ايه? نشوف كده الموضوع. التورك ده هي عبارة اصلا وابارة عن طب سبك من الانجل دلوقتي. الفورس القوة لو كانت اتنين مع بعض بيقصرها على الابجيك في الاضي بيحصله يبدأ يلف. لو بيقصرها على بعض بس ما يكونش على سريت لاين واحد. يبقى عشان يحصل تورك لازم كن علي two forces not in the same straight line. not in the same straight line. وكمان لازم يبقوا ايه? يبقوا اا ايكوال. في الحالة بتاعت الماجنيتك تورك لازم يكونوا ايكوال. وفي الاخر هيحصل لهم روتيت. هيحصل دوران. طب قيمة الدوران ده حسيبه ازاي? هعرف الاول ان التورك او التاو بتسميها التاو عبارة عن فورس ما هتضلاقي دي. المسافة بين ال two forces. الاجزامبل على حاجة دي ايه? اجزامبل سهل جدا. وانت سهل عجلة. لو بتعرف تسوق عجلة. انت مسك الديركسيون بتاع العجلة. بتلاقي مسك عشان تحود يمين. هتلاقي ايه? هتلاقي ايد. بتتحرك في اتجاه. وايد تانية بتزوق في تجاه عكسي عشان للف. كمان نفس الكلام? لو انت عندك ديركسيون عاربية وبتلف في الديركسيون بتاع العربية. هتلاقي نفسك ايد بتزوق العربية في الديركسيون في اتجاه وايد في تجاه عكسي. ما ينفعش تكون لفسede قليلا. لو نفسي الديكشان مش هلف اسلا يعني. فده عمليتي فقلنا عمليتي ده بقى اللي هو التورك ده عبارة عن فورس فعملنا ايه ساعتها لو فاكرين? عملنا زي قانون كده. قلنا لو عندك كويل بدل ما هو كان سلكة. لأ عملنا على هاية كويل. وده ينفع التطبع على بس في احسن. وقلنا ايه ساعتها? قلنا كالآتي. انا عايز احسب الترك في فورس. طب ما الفورس اللي بتقصر على اي سلك لها قانون اسمه بيل. فاكرين بيل ماتبلاية ديستانس. ايه ديستانس? المسافة بين المسافة بين السلكتين. فلاقينا بقدرة قادر ان الديستانس مع ال ال بيدينا اريا. الديستانس يا شباب. وقادل ايه ال 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 هي طول السلك. اللي تنزل مع بعض يدون اريا. فيبقى قانون بعبرة عن بي اي اي. بعد كده قلنا لو كان الكويل ده في عدد لفات كتيرة هتبقى بي اي ان. بيسموها بيان. وزودنا عليها ساين ثيتا او كوزين ثيتا على حسب بتحسب الانجل بين مين ومين. فاحنا ممكن نسميها ايه ساين خلوها طب كوزين دلوقتي. يبقى كوزين ثيتا. خلاو كوزين اسهل شوية. وبس كوزين ثيتا. الثيتا طالما كدبتها كوزين بص كده معي هتبقى سهل قوي. بين مين ومين. لازم تبقى عارف ان هي between. اتجاه الفيلد. والكويل نفسه. يعني مسلا في الرسمة اللي قدامنا دي. يعني الانجل بينهم زيرو. فيطلع قانون بالكامل بقى بيان من غير اي حاجة تاني. ماشي? قد تبقى انت فاهم هي شغلت زي موضوع الايه موضوع التورك ده. طيب التورك ده هي بقى ادي لقى ايه? ان الكويل يبدأ يحصل الروتيت. ويبدأ يلف. هيلف على حسب فليمينج ليفت هاندرول. فالمفروض لو انت لبقى فيليمينج ليفت هاندرول على الجزء اللي على الشمال ده وده هنفتح الكاميرا بعد شوية نشوفه. تبقى عارف ان ده هيتزق كده هيتزق الجوة. يعني ده هيتحرك المفروض ان وورد. والواير اللي هو سي دي هيتحرك اوت وورد. فده يحصل الروتيت. هيبدأ يلف ده يطلع لبرة كده وده يروح داخل لجوة كده. يحصل الروتيشن للكويل زي الكويل اللي احنا هنشوفه في الصورة الامورة دي. ده كده بيحصل الروتيشن على حسب ايه? الكويل. قلنا ام تريحصل ماكسيمم تورك? المكسيمم تورك لما يكون الكويل بالليل مانجنيتك فيلت. امت التوركي بيكون زيرو. لما بيكون الكويل بيكون الكويل ايه? الكويل بزيرو. يعني مفيش تورك مفيش مفيش زي انرجي تزق الايه? تزق القصة دي. طب هو قانون بتاع التورك لما اجي حسبه. لو انا حسبته طلعت التورك اليونيت. اليونيت بتاع التورك يا جماعة نيوتن ميتر. زي جول كده بالزبط. نيوتن ميتر. قلنا ساعتها بناش نسميها جول عشان ما نتلق بطش فيها. طيب. نحل كمان سؤال? او سؤالين او اربعة. على حسب بقى الوقت ما نكفيها نحل شوية. بقيت الوقت ده كلها يبقى حسنة ان شاء الله. ده سؤال برضو من الامتحان بيقولك. كاني ده الكتري كارنت انتنسي اي. مجدك فلاكس دينيسي اتا بوينت لايت اتا نورمال. ديستانس على مسافة دي يعني. از بي. اي بدا ديستانس از هافت. لو مسافة بقت النص. اتا كارنت انتنسي از وكان دينيسي بقى دابل. يا طرق المجدك فلاكس دينيسي هيزيد او هيتغير قد ايه? الاسئلة دي انت المفروض اتهريت بيه. اتهريت. فانا ما قدرش حلها اوي بسرعة. لازم الاول اكتب القانون عشان افكر. هو القانون ده بتا مين? ده سريت وير. يبقى ميو اي. اوبر تو باي دي. هتعامل مع مين? هتعامل مع الريشيو. هو عايز ريشيو. ده حاجة هتزيد وحاجة هتقل. مين اللي هيتغير? اول حاجة قالك ده ديستانس. از هاف. ديبقى المسافة دي هتبقى هاف. ديبقى انا هكتب مكان اي حاجة سابتة? ون. تبقى الكارنت? لا الكارنت قالك هيبقى دابل. فاكتب مكانه تو. تبقى التو باي ده? التو باي هيزيد ولا هيقل قال لك الديستانس بقت هاف اروحك هاتب هاف احسب الحزب الامورة دي هتطلع لك فور يبقى هيزيد اربع مرات يبقى لما يجدك فلاكس دينسي هيزيد اربع مرات هيبقى فور تايمس الناس استعجلت في بعض الاجابات يبقى الاجابة هاتبقى فور يبقى تاني تاني عشان عملنا ايه عشان الناس اللي اختارت غلط تعرف هي الغلطة جات منين في حاجتين بيتغيرها في نفس الوقت الكارنت بقى دابل وكمان الديستانس بقت هاف فالديستانس لما تنقص هاف لوحدها كده هتزود ماجينتك فلاكس دينسي دابل والكارنت هيزود دابل فبقى تاني دابل عندك دابل ما تبقى يطلع لك فور تايمس بقت اللي جاي بقى اربع مرات ماشيين؟ طبعا النص دي يا جماعة لما تقلبوا هيبقى ما تبقى فيطلع فور الفور دي يعني فور تايمس يعني هيزيد اربع مرات دي طبعا انت انت تهاريت فيها وتسألت عليها كتير او انت تتعلم معها في الميكانيكس او حتى في الفيزيكس ان الكياناتك انرجي اقوال ساهاف ان في سكوير ركز كده معايا في السؤال ده لو قلتلك في المسألة دي في الرسمة دي ان الماس بقى دابل الماس زاد دابل الكياناتك انرجي مش هيتغير؟ يعني واحد يقول لك مثل اه ساهاد دابل هيكانسل مع التو يا عم ايه ما توب بتاعة الهاف دي تكنسلت اصلا دي مش هتغير زي الباي بالزبط يبقى لو قل الماس دابل هتقوله الكياناتك انرجي دابل لابو الهاف مالهاش اي تأسيل دي كونسانت مالهاش تأسيل في الرشيو مش يا رجالة؟ طيب يا ربكم فيمناها كده؟ يبقى السؤال هيكون ايه؟ السؤال هيكون فور طبعا ينفع تحلها بطريقة ايه عشان حدي كان اكتب في الكوماند بي وان اوور بي تو ما جيتك فلاكس دي نستي وان اوور تو ينفع طبعا معادي واشتغالها بقى بنفس الطريقة هيبقى عبارها عن ايه ايكولز اي وان اوور اي تو ما تبلاقي دي تو اوور دي وان اشتغالها كده هتلع لك برضو فور تايمز ماشي؟ بس خلي بالك ان الديستانس ترتيبها عكسي يعني لو انت بتكتب بس ايه خلي بالك انت موضوع وان 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 دي ع اكونتش فيها لقباط انا بس بمساح عشان اكتبه خط اكتر دقة كده شوي دي لو ما جيتك فلاكس دي نستي وان ما جيتك فلاكس دي نستي تو هتبقى ايكولز اي وان اللي فوق اي وان اوور اي تو عشان ده دايريكلي ما تبلاقي دي تو اوور دي وان فين الباي مفيش باي فين التوف مفيش تو ما يكنسل مع بعض في الريشيو خلاص او زيحية كتير قوي اه خلاص رجاء دي لو حاليت بها هتطلع لك برضو فور تايمز السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ دي ساي ده مش عارف تايمي مش ده نفس سؤال مختلف ده وان ايه سؤال كده يعني مباشر جدا بيقول لك انهي حالة انهي حالة المجيديك فلاكس ديني سي بتوشبه البار ماجنيت المجيديك فلاكس ديني سي بتوشبه البار ماجنيت في حالة السيلونويد بس طب لو سألنا على السيركولار كويل السيركولار كويل بتظهر حاجة اسمها شورت ماجنيت يعيش بالشرط ماجنيت في ايه؟ التوزيع بتاعته لا ده مش شبه حاجة خالص ده اصلا سيركولار مش شبه حاجة الريكتانجولار برضو مالهوش شبه معي مالهوش شبه للماجنيت الطبيعي ماشي يا رجالة؟ يبقى السؤال هنا فعلا هتبقى سي احنا قلناها من شوية وخلي بقى لكم احنا شرحناها من شوية صغيرين يلا لجالة سؤال كمين بيقول لك equal current flow through the parallel wire ماشيك يبقى current equal parallel wire in the opposite direction current عكس بعض فانا هنفطارك كده انا عندي current كده وcurrent كده in the opposite direction ده اي وده اي هو عايزي بقى ماجنتيك فلاكس دينيسي is low between wire لا لو بقى او هاي لازم افكر الاول هو انه هنا لما opposite direction المنطقة ديها تبقى additional وهنا minus وهنا minus يبقى ماجنتيك فلاكس دينيسي لو تبقى ضعيفة between wire لا بالعكس الكلام ده غلط ده تبقى قوية the wire attract each other ال wire هنا attract لا المفروض يحسر repulsion ده التنافر ده برضو جاء الكاتب جملة العكس neutral point lie between them مابيش neutral point اساسا لغض ايوان برافو عليكم الناس اللي اخترت معي صح مابيش neutral point في الحالة دي ماشي بس بازم اقرأ كله لان ممكن الجملة تكون مكتوبة برضو صح عايزي تأكد ماشي يبقى هو عكس كل الحاجات كل الحاجة عكسها مع عدمين اخر واحدة اللي صح مابيش neutral point ماشي سؤال اللي بعد ببقول لك ايه when half of selenoid half of selenoid is removed قطع ما selenoid نصين يعني بدل ما selenoid تنأمور كده وطويل كده احنا قطعينه نصين فبقى حتة زنطوطة كده يوال على قدو connected with the same battery ووصلنا الناس الباتاري ignoring its internal energy افتقد ان internal energy بتاعتها مش مؤثرة في حاجة what happened for the magnetic flux density add the internet يعني ماجنيتك فلاكس دينيسي يعني ماجنيتك فلاكس دينيسي يحصل الله اي هاتزيت ولا هاتقل انا مش هقول لك الايجابة عازك تفكر عبد المكتب بس القانون بتاع الماجنيتك فلاكس دينيسي الماجنيتك فلاكس دينيسي بتاعت السلونايد هي عبارة عن ميو n i over l اللي هي اللينسي بتاعت الايه بتاعت السلونايد بيسميها من ايه اللي هو فاكرين طيب اه هو الوقت انت قطعت الحاجة دي نصين فافكر بقى لما تقطعت دي نصين الماجنيتك فلاكس دينيسي هيحصل له ايه هنسمع خلافات للركب لا بس في عدد كبير جاو صح تمام 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 هيزيد للدبل بس تركز معي عشان في اشكالية في السؤال ده هي واللينث نقص نص مش هي فده هيزيد على طول هيبقى دبل مفيش مشاكل هي بينة طب استنى راجع الطالب بقالي باتعمق في المسألة السنة يا ميستر هي الكارنت هي هي هقول لك لا الكارنت مش هي هي على فكرة الكارنت زادت مش انت قطعت السلك السلك بقى اقصر فالكارنت زادت عشان بتاعته قلت خلاص كده يعني الكارنت هنا المفروض تكون زادت دبل كارنت هتزيد دبل هكتب جنبها 2 وهتقال استنى يا ميستر لما في مشكلة تانية الان هتقل طبعا الان هنا هتقل هتقل لها ريس هتقل لها هتقل لها عدد اللي فاتها هتقل لها النص فالدبل ده هيكانسل مع الهاف اللي هنا هيبقى المؤثر الوحيد هو اللينث في الواير ففعلا يبقى الجابة صح ماشي كده يا شباب لأ المكتوب اجنور ده اجنور ده بس مش الريزيستنس بتاعت السلك تاعت الباتاري اللي هو وصلها خلي بالك اجنور هنا دي عادت على اخر حاجة كتبها اخر حاجة كتبها مين الباتاري والباتاري هي اللي عندها ماشي لكن لو هوا تعمت في السؤال يقول لك كان الدنيا دي هتغير خالص يعني لو قال لك السؤال اجنور ده ريزيستنس اف وير مش انتنة ريزيستنس اسمه ريزيستنس اف وير ساعتها الكرن ده بالنسبة لها هيفضل هيفضل سابت عشي كأنه مفيش ريزيستنس يبقى كرن سابت ويبقى الميو هيتقل للهالف وده كمان هيقل للهالف فيكنسله بعض وساعتها اختار انتشينج يبقى على حسب الحالة بتاعتك بتاعت السؤال اللي بقى ممكن ممكن بس دي حالة نادرة الصح ان الاسلاك دي لها ريزيستنس ونتقى تعطانو الصين فكده ريزيستنس قلت والكارن زادت بس الكارن زادت والنمبر افترنس قلت فدول هيكانسله بعض فيتفضل عندي مين يتفضل عندي اللينث والمؤسر الوحيد فالاجابة تبقى انكريزيز تو دابل مش عشارب سؤال بعد سؤال اللي بعده ده جايب لك كويل الكويل بالمنزر ده هو يعتبر بالنسبة لي سيلونايد يبدأ كده ايه سيلونايد طب السيلونايد ده هعمل بي ايه بالله السيلونايد ده انت لو سلونايد لو سلونايد له كهربا هيتحاول لماجنت افكرت كده وموضوع ده عشان تبقى ايه مدخيل معنا الموقف لو ده سيلونايد يا رجالة لو ده سلك لاف في حواليه كده نلفو في حوالين الميتة اللي زي عشان نعرف الاتجاة صح واخدت باتري كده كده يبقى انت عرفت ان ده بوستيف الكهربة تلعمل بوستيف بالمنزر ده وبعين تلف وتروح راجعة تاني انت بتعمل امبيرات هندول تاني المرة التالتة بس خلي سابعة كلها ماشي مع اتجاه الكارنت هتلاقي الجنب ده نورث والجنب ده ساوث لما جلد وتوصل الكهربا ده بتحول لبار ماجنت شابه الماجنت الحقيقي بالزبط جزء نورث وجزء ساوث مش ده السؤال فين السؤال بقى السؤال لو في حديدة متعلقة في السبرينج السبرينج يعني فيه مرونة في الحركة وانت وصلت كهربا طيب نشوف السؤال بقى بيقول لك ايه؟ سوفت ايرن فيه ميزة مش زي الحديدة العادي السوفت ايرن يا جماعة بيفقد المناطسية ويكتسبها بسرعة على حسب الكهربا توصله كهربا يبقى ماجنت بسرعة تشيل منه كهربا يبقى نان ماجنت بسرعة علشان كياه بيستخدمه في الاوناش عارفين الاوناش اللي بتشيل الحديد في مصن على حديدة الصلب او بتشيل العربيات والحاجات اللي هي ميتلز بيستخدمه سوفت ايرن اللي هو الحديد المطاوع بيصوهم العربي الحديد المطاوع لسوفت ايرن او الحديد المطاوع ده ميزته جميلة جدا توصله كهربا يبقى ماجنت لاحظة ما تفصل منه الكهربا يقول لقى شكرا انا بقتش ماجنت خلص غير الستيل الحديد الصلب ده رخم لو وصلت له ماجنت او حولت الماجنت كفلت يفضل ماجنت كيف تفصل عنده الكهربا يفضل ماجنت كده ربع ساعة فطبعا هيقرفك في الشغل لو انت شغال بشائف وشركة ولا حاجة وعندك وانش عايزين الحديد من مكان لمكان يبقى لازم تفصل بقى عنده الكهربا وتروحت الشرفشاوي وترجع عشان يفصل الايه الحديدة دي المهمة في الاخر اللي بقى صفت طيام دي لها وظيفة مهمة طبعا مضاخمة زيونت شايفين الاسبرينج جدا عنده نسبة مرونة طيب عنده عدات كبيرة جدا هنا برضو تطوح اليك ان الماجنتك فلاكس دينيس اللي هتتكون هتبقى كبيرة هنا هتبقى كبيرة جدا الماجنتك فلاكس دينيس يعني هيبقى ماجنت قوي يقدر يتحرك كده ويتأثر في حاجات طيب A pointer attached to the mark X يعني انت متعلق عند نقطة اسمها X ايه بقى السؤال بيقولك A current is passing through the coil اول ما توصل current ليه الكويل and then reversed يعني نعكس الكهربا يعني المرة هتوصل الباتاري بالشكل ده والمرة التانية هتوصلها العكس توصل الباتاري العكس يبقى هتعكس الايه هتعكس التوصيله مرة مع مرة طيب نشوف بقى هيحصل ايه الاول قبل معكس ايه حاجة اول ما هتوصل حضرتك اي توصيله باي عدلة هيتكون فيها في نحية North ونحية South معرفش هنا على حسب التصميم ده انا مش شايف من North وين South سواء كان North فوق او South لان الحديد بينجازب لأي ماجنت الحديد ده جماعة يعني بيحب جدا ما جيتك يبقى لازم حتما ولا بود يتسحب لتحت يبقى ده هينزل لتحت في المرحلة الاولى طب لو قلبت الباتاري قلبت الباتاري هينزل لتحت برض لان North وال South اللي اتنين بيعملوا يعني الاجابة الصحة هتبقى اللي اتنين هتبقى سواء وصلت للتوصيلة الاولى او التوصيلة التانية يعني في الحالة دي ما تفتكرش بقى ان مرة هيبقى الفوق ومرة هيبقى لتحت عشان انت عكس عكس الديريكشن ده هيقصر هيقصر معاك في حالة واحدة بس تركز بقى معاك في الحالة دي اللي هو ما جابهاش هنا لو دي ما كانتش حديد لو الحتة دي ما كانتش حديد لو قالك ان ده ماجنت لو ده كان ماجنت هيبقى جانب North وجانب South وساعة تعمل Attraction وساعة تعمل Repulsion هيبقى في تنفر لو في North مع North فساعاتها هيبقى في اختلاف لكن هو جايب لك Iron الراجل ده طيب راجل طيب مش الرير حديد وينجازب لأي حتة North او South في الحالتين هينجازب ويقرب يقرب سنة فكده هيبقى تحت الاكس ما يبقىش فيه مرة اكس ومرة واي ماشي؟ معيشة يوسف في حماية تمام يبقى هنا هتبقى بلو ايه؟ ده مارك في الحالتين بلو ودي برده تبقى بلو يا لبقى اكد تانى على التطول اللي ممكن يتم انت ممكن يتملك التطول السويال ويحطلك ماجنت لو حاطيلك ماجنت حضرتك بس ايه؟ هتبقى نصح صح شوية الماجنت ده عدلته عاملة زي هاي؟ هلازم يجيب لك العدلة ولازم ساعة الرسمة ما تكونش كنا على فكرة ما هو فاهم؟ لو اجاب لك حاجة محتاج فيها North والSouth لازم الرسمة تبقى زي ساوس عشان تعبقى هتعمل امتا؟ او هيكون امتا؟ ماشي؟ طيب سؤال تانى يا شباب سؤال برضو ما اسألت المتحدة ويقول لك عندك هنا two straight wires واحدة current بتاعتها I انا بتاقل بس الحاجات اللي مش باينة دي I واللي تحت current two I واللي تنسم نبعايز ايه max tenis equal zero لازم تقع منطقة negative هو اقرب للأعلى في ال current منطقة negative هو اقرب للأعلى في ال current منطقة negative يا شباب B تمام؟ الاجابة B صح لعنى منطقة negative هي المنطقة دي كلها دي منطقة negative اللي في النص ما كتبها بلاس ليه دي يا جماعة من negative area ودي بلاس region طب مين الاقرب للأعلى في ال current ال B أريب من I لكن C أريب من 2I فالاجابة الصحة تبقى B طب السؤال التاني بيقولك ايه the net magnetic flux dynasty due to the two current is equal at the points mean يعنى عايز نقطتين يطلع عندهم magnetic flux dynasty قد بعض نقطتين magnetic flux dynasty يكون قد بعض لازم احسب كل النقط احسب total magnetic flux dynasty عندي A وعندي B وعندي C وعندي D واشوفها يطلعوا equals بس انا ممكن واحد اتجنب واحدة منها اتجنب ال B لان ال B أصلا ب zero total magnetic flux dynasty عندي B هتبقى zero ماشي؟ واحد بيسألني هو ليه لازم تبقى اقرب للأقل في ال current total magnetic flux dynasty عنده نقطة دي ب zero يعنى ايه شباب؟ يعنى انت B1 هتبقى equals B2 يعنى هتبقى I1 over D1 equals I2 over D2 هيكونوا equals هما الاتنين فده معناه ان ال current الاعلى لازم يكون عنده مسافة اكبر وال current الاقل عنده مسافة اقل لانه كده بقى indirectly proportional ماشي يا شباب؟ طيب نرجع بقى للسؤال المكر ده ده بعتبله سؤال صعب خلي بالك ده سؤال صعب وعايز منك مجهود شوية فاركز كده معي ان شاء الله هتعرف تحسبه هنحسب مجردك flux dynasty مرة عندي A ومرة عندي C ومرة عندي D اه واتنين منهم اكده هيساوا بعض بس B لا لان بي كده كده ب zero انت عارف total magnetic flux dynasty عد B ب zero فانا هكتب دلوقتي add A add A add A ماشي؟ انا بحسب عندي A بس يا شباب انا مطيت آآ بلاس يعني المفروض ده هحسب ايه ال B total بي بتاعت السلك الاولاني بلاس بي بتاعت السلك التاني فانتم بس سامحون هكتب القوانين على طول عشان نبسل A المكان هكتب يعني ارقام على طول A بقى four الله يبصوا هنا ما بيش ارقام هكتبها عشان هكتبها سيمبلز عشان هكتبها سيمبلز هيبقى ميو آآ ده يا جماعة هنسمي ون واللي داخل السلك ده نسميه ميو اللي هي I over two by D فين ال D هي المسافة بالنقطة دي وهنا مربع واحد بس هسميها D يبقى خلي المربع اسمه D لو اتنين هسميها 2D لو تلاتة 3D ميو برضو السلكة التانية انا عند النقطة دي شغيل وبحسب عند السلكة الهناك دي 2I يبقى 2I over two by D المسافة بين السلكة التانية و A هتبقى كام دي؟ عد معاك مربع يعني هتكتب هنا 4D مش يا رجالة؟ تمام اجمع دي تبديق يا جماعة بالكالكوليتور لا ممكن تجمعها بمخك عشان فيها حاجات سهلة مش كلها صعبة بص هتعمل ايه بطل؟ هتشيل الطول اللي فوق دي مع ال fourD هيبقى two او اي حاجة نشيل الطول مع الطول احسن عشان بس ايه نوفر Z نشيل الطول مع الطول هنشيل الطول دي يا جماعة مع الطول اللي هنا هيبقى عندك المجموعة دي عبارة عن four by D انا عايزي تبقى four by D يعني اعمل هنا multiply two وفوق multiply two عشان تجمعها تكون صح كده بقى تحت ايه يا شباب four by D اجمع اللي فوق انا عندي هنا two ميو اي زي بزلط عندك two x plus x يبقى three x فاهمين كده يا شباب لو two x plus x يبقى three x يبقى three x عند ايه هيطلع الخيمة دي هيطلع three over four ميو اي over y D هحسب نفس الحزبة دي كمان عند مين قولنا عندي بي بزيله خلاص يبقى معامل ما لقيت سوي بي يعني الاختيار الاخير ده اصلا اختيار خاطئ ما ينفعش ما عندش neutral point تانية هي neutral point نقطة واحدة يبقى هحسب نفس الحزبة دي عند مين يا شباب عند C at C تركز بقى معي total magnetic flux DNS عندي C انت C بقى منطقة minus مش منطقة plus بقى تحسب مجنديك flux DNS الاخبر minus الاقل مين الاكبر يا رئيس اللي هي number two انت قريب جدا من هنا فهقول كده بص رجال هقول ازاي هقول ميو الاي عندك ب two i two by d انت المسافة هي نزلت مسافة دي جماعة مسافة واحدة بس اسمها دي هعمل minus ميو i اي واحدة بس عشان الكنت هناك i بالنسبة للسلكة التانية over over ايه بقى يا شباب two by المسافة بقى من النقطة بتاعت C لحد السلكة الاولى دي اللي فوق add one two يعني two d طب انا عايز اخلي الحاجات دي شبابها بعض هنا four d وهنا two d ازود هنا two كمان يبقى ازود two فوق زيها عشان يكون اللي تحت متساوي اللي تحت كده بقى ايه شباب بقى four by d كده عرف اقارم طيب اللي فوق عندك four ميو اي وميو اي four minus ميو اي four x minus x يبقى ثلاثة اكس يبقى three ميو اي كده خلاص وصلت للاجابة مش محتاج بقى الثالثة يبقى الايه والسية يكونوا equals يبقى اول اختيار هو اللي صح يجي انهار يسوي ده كده سؤال طويل جدا سؤال طويل جدا ماشيين العجابة الصح يا جماعة a and c بغض النظر بقى عن المودة الانسر اللي انت شفتها ماشيين ماشيين احنا نعملها كده بالproof قعد تثبتها كده لنفسك بالراحة وانت تثبتها طب افد عايزين نطلع على d بقى كمان ماشيين نطلع على d ونتأكد نديها صحة ولا غلط طيب يلا نطلع على d بس معلش هنتعف فيها شوية يا كمان بس ممكن نعمل فاصل كده ونحل ال d هنا at d يلا يا رجال معايا بقى معايا اخر حتة انا عارف طولت عليكم اخر حتة بس هوا سؤال مهم يا لازم تعرفه عندي ال d هاحسب الاستلكة القرائب ده الاول هو بتاع 2 الاول يبقى ميو 2i over المسافة ايه مسافة واحدة بس 2 by d انا في منطقة بلاس هم هعمل بلاس بالنسبة للسلكة اللي هناك هتبقى ميو السلكة اي واحدة بس ميو اي المسافة يا بطل ايه يبقى one two يبقى two by four d فاهمين بدل ما هي دي ادي one two three four طب انا عندي تحت هنا eight وعندي هنا four عندي هنا two انا عايزة تبقى eight هعمل هي لما تبلايت four تحت وما تبلايت four فوق واجمع المنزر ده جمع معي تحت كده عندي eight two وما تبلايت four by eight eight by d يعني nine nine by d ايه بقى مطلعش equal يبقى دي مش equal ادي nine over eight لكن الباقي كله three over four three over four يبقى الاجابة صح ايه تنسيه بغض النظر بقى عن المودي الانسر اللي كانت فيها غلطة مسلا يعني لما افترضني عني فيها غلطة عشان بس ايه انا ما شبتش المودي الانسر بتاعت السؤال ده فالاسئلة اللي من النوع ده ما تخدكش خالص اخر سؤال بقى يا جماعة عشان يبقى خلصنا النهاردة شغلينة بتاع اسئلة كلها سؤال بالمنظر ده اللي احنا كنا سايبين في الهومورك وناس كثيرة جدا بعادت لي يا مستر هو السؤال ده كان مشكلته ايه نتعامل معه ازاي اه بوس رجال هو الماجنتيك فلكس هو بيقولك اصلا ايه ده ماجنتيك فورس اكتنون ده سايد اي بي ايقوال اف طب الفورس بتاعت سايد بي سي فطبعا التطالب البسيط هيقولك يا مستر ايه ده بي سي ده السلك ده اطول اقولك اه صح الطول هنا زاد حلو جدا فالفورس الفورس اصلا عبارة عن بي اي ال فقولك يا مستر لو طالما الطول زاد الفورس هتزيد وقولك لا استنى 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 ده فيه انجل هنا ده فيه لسه عندي ساين ثيتا يا حق ساين ثيتا دي هتعمل ايه؟ بتزود ولا بتقلل؟ هتقلل طبع هتقلل القيمة شوية بتاعت الفورس هتقلل شوية اللي زاده يعني في الاخر الفورس هتبقى equalf هتقلل الكمية اللي زادت وهتبقى برضو equalf هتبقى بنفس القيمة اللي فاتت لانك هتعمل ريش بدل angles وهتطلع صح وكل باك الانجل دي مش انت هتستخدمها اصلا يعني انت لو هتعمل خط كده straight line هعمل خط تحت كده شوية straight line الانجل انت عايزة اللي هي دي دي يا شباب دي اللي انت شغال بيها يعني دي تشوفها كام واتدخل. دخل جهور القانون ده مش اللي فوق. اللي هي الانجل بين سريت وائر وبين الماجيتيك فلاكس تينسي. فالاجابة تبقى equal F بدون اي تغيير ماشيه? وبقى ان الواير هنا والماجيتيك فلاكس تينسي ده سيم. اه اه هنا مش 30. فلازم اعمل خط كده بين الماجيتيك فلاكس تينسي واشوف الواير. اه هنا دي الانجل بتاعتك. اللي انت اشتري عليه في القانون. طب انت مست استخدمت الثيرت. لا انا استخدمتها عشان اطلع على الطول ده. عشان اجيب الطول بس. لكن طبعا لو عايز استخدمها بدانا مش يستخدمها عشان اطلعها برضو عادي. يعني اللين استطلعها ماشي? عارف ان الافة شوية يا جماعة. بس والله هي دايما يعني ايه الفيزيكس كده ما هياش مباشرة قوي. وعايزها موجود كبير. طيب هنقول السلام عليكم يا ربكم وفهمتم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله.